ببدايه اخوان احنا برسوم لكم انا داينا رسمة الهاب كوندكشن تعال اقول الكوندكشن سيستم كيف يمشيار مر الماضي احنا كان عنده باختصار تقريبا و انا داينا برسوم لكم القلب ميل هيك و ميل اهناه اتحرك verso放 قديم اتحرك الى الف وهدان فى الءدان صح الايمن والايسر كيف تنتشر الايمن والايسر سلط! tem decir سلط! بتاني من خلية لخلية ما فيه انا نجل Lowunde من الـ A-Shine node نسميها وأترايف وال specification بعدها هوا بينزل مندي كب صغير احنا منسميه بندل اف هس او هس بندل اللي بينتقسم للجزئين جزء منسميه رايت بندل برونش يهو الرايت بندل برونش والجزء التالي يسميه البندل برونش البندل برونش اليسار واليمين واليسار احنا منعرف انه بينقسم لأيهش الانتيرير و فستيريا حلو؟ وعلى هذول البندل برونش في عنا خطوط صغيرة زي شعيرات صغيرة هذول بتوصل ايش بتوصل الالكتريسيتي والكهرباء هاي لباقي خلايا المصلي احنا منسميها ايش تبكينجي فايفرس تبكينجي فايفرس واتفقنا المرة الماضية بانه كل خلايا القلب بدون استثناء عندهم خاصية احنا منسميها اوتوماتيسيتي ايش يعني اوتوماتيسيتي يعني هي قدرة القلب على انه يعمل جينيريشن لامبلس لحاله بدون تدخل اشي ثاني لو طلعنا قلب من انسان او من اي حيوانة او اي كانت هيحطينها على طاولة القلب هذا رح يظل شغال بشكل طبيعي بدون ما انت توصل له اشي بدون ما تعطيه ايش كهرب لانه كهربتوا منه في مرة طيب وحكينا انه في عنا نوعين من الاي سي جي رئيسيات اللي احنا مناخد عنهم اللي هو اشي منسميه اللي هو عبارة عن اتنعشر ليد كيف احنا منحسبهم اللي هو عالشست ليد منحط ست اسلاك او ستة الكتروت اللي هو مسمينهم بي وان لا بي سيكس هذول ستة صح وعنده ايش واحد بنحطه عاليمين اللي هو ايش اي بي ار وعاليسار اي بي ام اي بي ال وعلى الفت اي بي اف اذا اي بي ار اي بي ال عاليسار و اي بي اف هذول منديش صارو تسعة ضايل ثلاث ايش وهم واحد اللي هو لما انت تحط اي بي اي بي ار واي بي ال و اي بي اف بيتكون عنا اليدات اللي هو هذول الخطوع مصبوط? صحيح? اذا في عدنا كمان وان وثو وثري. طبعا يا اخواني اللي بدنا نتفق عليه انه كل ليد من هذول بيطلق لالقلب من جهة معينة. فمثلا فضل. اهلا. عليكم السلام. اهلا. لين بليد تو وثري. مع اي بي اف هذول اثنين بيتطلقون لالقلب من تحت. فاذا صار اذا صار اي مفروض سي استيلة فيه. عندك على السبتة بيتطلع لي ايش بي وان بي تو. الانتيريا ثري فور. اللاترال. اه. فاي بسيك هذول اللو لاترال. عندك. وانو اي بي الها هذولن هاي لاترال. هسا من فرجيكوا يا هم مكتبات انتو. اهلا. طيب. غيري اكاد لتولف ليد اي سي جي. ممكن احنا يا اخوان نركب بس الثلاث الليدات اللي هم الليم بليد. ايش همه? اي بي ار. اي بي ار. اي بي ال و اي بي اف. وممكنك تحطهم هون رزقات على الصدر وتاخد اشي من ساميه. تروح انت تاخد مثلا والله من بليد. ليد تو لحاجة. تاخد هذا الليد. يهو بين اي بي ار وبين اي بي اف. مثلا. هذا من ساميه اللي هي اللي طوية اللي بتيجي هاي. هاي ليد واحد. احنا من ساميها كويس? طبعا هذا اللي استخدامه وهذا الاستخدامه. انا لما بدي اشخص ام اي اخوان لازم اعمل لتولف ليد اي سي جي. ليش? لانه لتولف ليد اي سي جي بيحدد لي وين مكان الام اي. ولكن انا لما بدي اعمل اهلا بس حياة. لما بدي اعمل انا اشوف ايش الهارت ريت ايش الهارت رسم? الافضل اني اعمل ليش? لانه اطول بيعطيك عدد ضربات اكسر فبالتالي انت بتقدر نك تحدد منه الرسم احسن. كل منهم يمكن يعطيك او مرات. حلو? انت لو بتاخد مضويل فيه وثان ثلاثين اربين خمسين بيت. هلو بساعتك اكسر انك تحدد الرسم هل هو؟ طبعا اخوان. طيب هذول اتفقنا عليها. حسن يجي لوين لمنضوع اللي تطلع عنا من بي سي جي. حكينا انه بالبداية ان الاس اي نود بيعطيني امبالس. وقلنا كل خلايا قلب فيها اوتوماتيسيتي ولكن الاس اي نود هذا الاتوماتيسي تتبعته هي اعلى فولتية. وهي فعليا اسرع الريت. الريت تباعها قديه? ستين الى ميت ضربة بالدقيقة بيعطيني. حلو الكلام? فمباشرة تنادي اعتني ستين ستين الى ميت ضربة بيكون دقيقة. كل ضربة منهم يا اخوان المفروض انها تنتشر هاي في الاتريا سل تو سل وبتعطيني على اي سي جي اشي ننسميه اوكي? اذا هي عبارة عن انقباض الاتريا انقباض الادين من فوق. لما ينقبض هذا الادين يعطيني ايش? ليش انقبض الادين? بسبب انه الاس اي نود طلعت لنا امبالس نورمال يا ها? طلعت لنا امبالس كهراء فانتشرت سلو سلو عملك ايش? عشان ايش احنا عملنا الشبه هاي عشان ايش عملنا عشان الدم اللي موجود في الاتريا مين ينزل? عالنملكة. عن طريق الصمامات اللي موجوداتهم. اللي هو اللي بمشونا الدم لهذا الاتجاه. كويس? طبعا يا اخوان اللي بدي تعرفوه كمان انه هاي المنطقة كلها هون عبارة عن فايبرستيشو. اخوان في عنا كمان ايش? ايورتك باب صح? وهون في عنا قيموناري باب. المناطق هاي اخوان ما بتنفذ كهربا نهائيا. المكان الوحيد اللي هو المفروض انه تنفذ كهربا هي ايه? خواس? هاي المنفذ الوحيد للكهربا اللي بتيجي من فوق وبتنزل اللي وين? على البنتك. تمام? طيب ايش وظيفت يا اخوان هي تأخير الكهربا. ليش انا ليش انا لازم اخير الكهربا اللي اللي بالاتريا. عشان اخيرها شوي. وبعدين امشيها عالبين انا ما ينقبضوا. عشان فعليا ما ينقبضوا مع بعض. لانه انا فعليا بدي هذا ينقبضي عربي تحت. بعدين هذا ينقبضي لضخ. ما بدي يهم ينقبضوا مع بعض. فبالتالي ربنا خلقلنا هون ايش? ايه بي نوت? اللي بتأخر للامبوس ثمانمية ميلي سكند. يعني ثمانية بالعشرة من الثانية تتأخر الكهربا وين? فهاي النقطة. طب بمينها الكهربا هون تتأخر. يعني بتوقف. يعني المفروض ايش يعطينا على الاسي جي? خط. خط. ايزو الايكتريك لاين. لانه ما في الكهربا بالفترة هاي الكهربا هون فحتك. صح? اذا هايش راح يعطيني? البي كيو سيجمنت. اللي هي هاي السيجمنت اللي المفروض انها بعد البي ويف يرجعني ايزو الايكتريك لاين. طبعا في اسباب تعطيني البي آر انترمال هاي او بي كيو سيجمنت تكون طويلة. ليش? مثلا? لما يكون فيه بلوك على المنطقة هاي اكثر فصير تأخر لي اكثر من ثمانمائة ملي سكر. او لما يكون الكهربا بتنتجل من المنطقة من هون لهون بشكل اسرع. كون بتبلش ايش تعطيني? ارتفاع بالبي آر. اه? ليش? مثلا? زي لما يكون هون في عندي اكسسوري باندل. مثلا باندل اف كنت. زي حالة وولت باكنسون وايدر. نشرحها لقدام. اذا البي آر انت زي اخوان بتفهمني او بتبين لي ايش وضع الابي نوت? وايش وضع الكهربا بتنتجل من هون لهون خلال قد ايش? فيبقوا في بلوك لما تطور او بكون في حالات ايش? انها انتقلت قبل الاول. اوكي? طبعا نعرف كمان بعد ايه? انه الكهربا رح تبلش تنزل فتعطينا ايش? كيو ار تنزل لهون وتلف وترجع مرة ثانية اذا رح تلف برضو وترجع مرة ثانية تعطينا ايش? الاس. هاي كل هاي اخوان عبارة عن انتشار الكهربا وين? في الفنتريكل تحت. وهذا رح ينتج عنو كنتراكشن لهذا الفنتريكل وراح يضخي لدن من وين? من الايورتا ومن ايش? البلمونري باط. صح? طيب هاي ايش نسميها? فنتريكولار ديبولارايزاشن. اذا الاولى يا اخوان هاي احنا سميناها اتريال ديبولارايزاشن. الثانية اش سميناها بنتريكولار ديبولارايزاشن. اوكي? في نفس المرحلة هاي اخوان بكون الاكل يوم قاعد ايش بيعمل? ديبولارايزاشن. اللي هو ريبولارايزاشن عشان يعبدي مرة ثانية ده. من وين بيعبدي? من السبيرير والانفيرير فينا كافة. مصبوط? وهو من وين بيعبدي? عندي اربعة كولمونريبين جايات من وين بني اللنج. مفذات اكسوجين وجايات. صح? اوكي? اتفدنا? طيب. اذا بعد هاي? هادا عمل ريلاكسيشن كنفس اللحوة. فالمفروض انه الاتريال ما بيباين عندي بالاسي جي. هو فعليا التايمينج تبعه لنفس التوقيت اللي فيطلع فيه. وحتى في حالات الكمبيت اي بي بلوك يا اخوان لما يكون البي ويف بتنقبض لحالها والكيو ار اس لحالها اللي المفروض يبين فيه الريبولاريزيشن. بيكون هو عبارة عن سمول كرنت يا دوب انه ديكتب. بالاسي جي ما بيبين نهائيا. تمام? طيب. بعد هاك يا اخوان المفروض يعمل ايش? ريلاكسيشن. وهي هنا ايش نسميها? تي ويف اللي سميناها هون. ريبولاريزيشن. تمام? فمنا? فمنا? اول بيت اول انقباض صار? فمنا? فمنا? فمنا النورمل. فمنا النورمل. سنيجي لل ايف? للاب نورمل. او نيجي كيف نقر اليس جي بشكل عام. شو رأي. كمان اه زمن او رب بعض. طلع علي. هس مبدأيا انا هذو رح اشرح لكم يا اكله بعد شوي لما نيجي على اسر بلس احنا نيجي في يكم. نحلقي كل واحدة منهم ايش الطبيغي فيها? ايش فيها? وكل واحدة منهم اذا شفتها ابنورمل شو سبب انها هاي ابنورمل? ليش هيك? ليش صار? ليش? ليش? تمام? طيب. راح نمسحها. طيب. اخوان مبدأ ايها لتولف ليت اي سي جي. حكي ناركو ايش كل ليت فيها. ماشي? لما نحكي عن الام اي احنا حكينا فعليا عن الام اي بلناركو انه انه كل ليت فيهم على وين بيتطلع باي جهة من القلب. فقلنا في عندنا صح? صح? انتيرا لديهم و ايش? تو. تري? اي بي اث ما فيي سادي. ماشي? طيب. واحد بي وان وطو. الانتيريال. بي سري وفور. اللاترال. بي فاي. بي ايش? واي بي ال. هذول ايش منسميهم? طب البوستيريار. بوستيريار يا اخوان اخوان طرعي. بوستيريار لنريد تخن ليدات البوستيريار هو فعليا لازم انت تتكمل بعد تروح تركب ليدات اجداد سبل ايه. اوكي لكن فعليا احنا بناخذ الانتيريار بدي يكون عكس البوستيريار. يعني اذا على الانتيريار اللي اذا ايش منسميه? انتيريار ام اي. صح? لكن بالبوستيريار ام اي ببيني لنا اس تي على الانتيريار ليد والسبتة ليد مع روميننت ار. ار وهي في عالية. اوكي? طيب. وقلنا ار. هون اه الليل الاول الثاني والاي بي طلعينا عالبنت. طلعيني عالجيه هاي من من القلب. اذا بتلغط احنا بس رسمنا يا اخوان. رسمنا هون ايش? اي بي ال. صح? صح? هون ايش? اي بي ار. هون اي بي اف. صح? ووصلنا لك ياهم هيك. قلنا لك هذا ليد 2 وهذا ليد 1 صح? وهذا ليد ايش? ثلاث. فاذا بتلاحظ 2 ثلاث جايات من تحت. صح? فهم فعليا مشوفوا لك الهارت من تحت. بشوفوا لك الانفينر لي. اذا بتلاحظ لي وانو اي بي ال هؤل شو? هاي. هاي لاتران. عن جهة لاتران هنا. تمام? اذا بتلاحظ مثلا لما نحط الليدات عالتشيست نحط هنا ري وان ري تو هذول عالسيبتن ايجا. صح? ثري وفور عالانتيريا. فايب سيكس عاللو لاتر. وصلت الفكرة? هاي ببساطة. تمام? طيب. هسا بس نقرأ اي سي جي اخوان ايش الاشياء? هاي انا صورت اه ايش اشياء اللي احنا المفروض انه نطلع عليها بس نقرأ اي سي جي. اول اشي اخوان اللي بنطلع عليها كانت لكم هون الريت هو الاشي. صح? ها. مو في الانتراز بتطلع على الرسم قبل. لانه طريقة قياس الريت بتختلف حسب الرسم. تمام? بنطلع على الرسم بالبداية. ايش الرسم اللي هو متوقع تشوفه في النورمال. لازم نكون ايش? ريجولا. كيف بنا نعرف انه هذا الرسم ريجولا? لنفرض هاد مربعات اي سي جي لهم. وقلنا احنا مربعات اي سي جي في عنا مربعات كبار. كل مربع كبير اللي هون نعتبره 200 ملي سكند. بينقسم لقداش? خمس مربعات صغار اللي هو كل واحد في هم اربعين ملي سكند. مزبوط? تمام. فلنفرض انه لقينا اول كيوار اس هون ارقب واحد. بعدين هون عندنا كمان كيوار اس. بعدين هون كمان كيوار اس. بعدين هون لقينا كمان كيوار اس. هل هادة ريجولا ولا ايه نقولنا? طالما الار ار انتربال لنا كل ار و ار مسافتين من ثابتة هي مربعين كبار. اذا هذا بنسميه ايش? ريجولا. وهذا الاشي الطبيعي انه لقي ريجولا. تمام? تمام. اذا ريجولا هذا طبيعي. في غير و ممكن يكون ار ريجولا? ايش يعني ار ريجولا يا اخوان? يعني غير منتظر. يعني الفرق ما بين الار ار انتربال مرة مربع مرة مربعين مرة ثلاث مرة اربعة ما بتقدر تحدد فيها. تمام? فهذا يا اخوان الار ريجولا احنا قسمناه لنوعين من الار ريجولا ايتي. فيه و ار ريجولار. ار ريجولاريتي. ايش يعني ار ريجولاريتي? يعني هو فعليا تتطلع على الار ار انترباليس مش متساويات كلهم. ولكن فيه باترن معين. ممكن تلاقي كل سنتين مع بعض او كل ثلاث مع بعض. صحيح? انه كل ثلاث منتظمات لحالهم. بس الرابعة بعيدة. هذا غير منتظم لكن فيه باترن معينة ماشي عليها. او تيجيك واحد اي ثلاث اي ثلاث اي ثلاث. هذا صح غير منتظم. لكن هذا من نسميه غير منتظم بس فيه باترن يعني غير منتظم بانتظام. هذا هو اللي نسميه ريجولاريتي. ومن اسبابي اخوانا ريجولاريتي. السكن ديجري هارت بلوك. اللي رح نحكي عنها اليوم. مثلا اكتب اكبيت ممكن تعملنا ريجولاريتي تمام? بينما اكتب اكبيت نفسه. لما نحكي يعني ايش? يعني كل مش متساويات مع بعض وما في باترن واضحة ماشي عليها ايش? هذا يعني مرة ثلاث مرة ثنتين مرة اربعة بس ما في باترن ما في اشي واضح زي ايش? اهم اسبابها اخوان الاتريال هي اهم اسباب الاريجولاريتي. اذا دائما يا اخوان اول ما تمسك وبعد شوية لما يجيبونا التشارح نفرجيه ونكليكو تقرؤوا اول اشي ببين المفروض نفي تطلع عليه هو ايش? هل مريضنا هذا او اذا كان بتقول ريجولاريتي كان ريجولاريتي تحدد انه هل هو ريجولاريتي ولا ريجولاريتي ليش احنا بنحدد هاي الشرلات اخوان عشان بالنهاية انه وصل لتشخيص. اوكي? طيب. بعد الريثم ايش الاشياء اللي ممكن تطلع عليها? الريت. 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 ايش الريت? يعني معدل ضربات القلب بكل دقيقة. قد ايش الطبيعي انه الانسان يصير في عنده هارت ريت. ما بين ستين لانه قلنا الاسئل هو انه يطلع لك من ستين الى ميت ضربة من دقيقة ومنتظمات. صح? طيب. اذا عشان انا احسب الريت اخوان نطلع على وين? هادوه المربعات. مبدئيا لازم اعرف بالدقيقة كم مربع يطلع عندي? كم مربع بدقيقة? ثلاثمائة. ثلاثمائة لارج سكوير. الف وخمسمائة. خير. من الدقيقة الوحدة? لازم ثلاثمائة مربع. بس مش معقول انا امسك ستريب بريثم طويل. ثلاثمائة مربع اقونات بالمربعات. واحسب قديش عدد الكيوار اس فيها. لازم في طريقة. الف وخمسمائة. هسا هسا الار ار انتلفل هذول. مثلا ينفرض انه مربعين زي ما حكي انا. ماشي? باجي ببقسم عدد المربعات بالدقيقة الواحد اللي هو ثلاثمائة. علاجة ليش عيني مربع بين ار ار انتلفل. ثلاثمائة على الار ار انتلفل. اللي هو بهاي الحالة في مين? فبيطلق البيت? طبعا هذا الحكي متى اخوان نستخدمه. اذا كان ريجولر. اذا كان ريجولر. اذا كان ريجولر. لا. في طريقة ثانية. تمام? طيب. في طريقة ثانية بالريجولر ممكننا نستخدمها? 黑زر لفلد وخمسمائة على المربعاتume. خمسمائة? ان الف وخمسمائة على عدد المربعات المصغرة. على عدد المربعات الزغار? قتب لنخص الشي. يعني ما كنت اضربت بخمسي على بخمسيء ما تصير. ممكن. يعني دعلك معك ممكن اد عليك قيل اد Parr pir e 探 ول Creation where it's a little. لانه Estamos ناقص مربع صغير. جاي هاي الار قبل. ممكن تفيدنا احسن يعني تحطينا قراءة ده. كلام جميل جدا. لكن لما تكون انت مستعجل مثلا هيك بدأ تقراء السريع عطريكتي اخوانا. ليهيش? مربع واحد قداش باقينا? ثلاث مئة مربعين مئة وخمسين. ثلاث مربعات مئة. بعدين خمس سبعية سبتين. سبتين. فانا صباح بشوف الار ببلش من عند اول ار. كويس? بصير عد كم مربع ما ماقول واحد اثنين ثلاثة. بقول ثلاثين مئة وخمسين مئة وخمسين. ثم اوصل الار بعدها. هاي طريقة سريعة. يعني اذا كان ما معك وقت من الانتحان تستخدمها بسرعة. اوكي? يعني مثلا هون خلينا نحكي انه اجابت هون الار. ماشي? فشو بتقول? ثلاث مئة مئة وخمسين مئة. هي فعليا ابطأ من المئة بشوية. صح? ابطأ من المئة بشوية. فهي تقريبا هون تسعين. ثلاث من الخمس وسبعين والمئة تقريبا تسعين. يعني اذا بدك تخذها بشكل تقريبي عشان انت تشوف على السريع وتمشي اموك. لكن الطريقة الصح عشان انت تتحدث بالانتحان مئة بالمئة بالمقسم عدل ثلاث مئة على قديش? على ار ار انتربل. هذا الحكي اذا كان ريجولر. طيب واذا كان ريجولر يعني كل ار ار انتربل تختلف عن سداني. انا اخذ ثلاثين. ثلاثين مربع. خلو. يعني انا هذول الثلاث مئة مربع اللي يعطوني دقيقة. باخذ منهم ثلاثين مربع. بس. يعني انا بعد واحد اثنين ثلاثة اربع عالم الثلاثين مربع. ويس? الثلاثين مربع كم دقيقة فيهم? ثلاثين مربع. كم دقيقة فيهم? واحد من العشرة من الدبيقة. يعني اذا طلع عندي مثلا لنفرض تسع ضربات في الواحد من عشرة من السقيقة. اذا في الدقيقة كم دقيقة يطلع? تسعين. تسعين. اذا انا باخد الثلاثين مربع هذول. بعيدت كم فيهم وبتضربهم في عشرة. ببساطة. تمام? ها نستخدمها لما يكون ايش? تفقدنا عليهم اخوان? احنا هون خلينا نخلي التلخيص تبعنا فوق هون اخوان. اللي هو قلنا اولش نطلع على ايش? بعدين عالريخ. بعدين ما نطلع. عالاكسس دي بياشن. طلوا علي. هسا احنا اللي بنعرفوا يا اخوان انه اتجاه محصلة كهربة القلب. بهذا الاتجاه تبقينا. بالمحصل. يعني الكهربة بتمشي من الاسئلون وبتنزل بهذا الاتجاه تبعها بالمحصل لما نجمع كل القضاء مع بعض. هذا اللي احنا بنسمي اخوان الاكسس دي بياشن. وممكن انه عن طريق الايسي جي نتوقع هل في عندي انا اكسس دي بياشن رايح للفت لهنا? يعني مثلا لو كان القلب هو المتضخم الكهرباء هو راح تروح على الفت اتجاه فراح حصير ايش? ليفت اكسس دي بياشن. بينما لو كان الرايت صايد اف هاف هو المتضخم راح تلاقي انه الكهرباء راح اتوين? عاتجاه الرايت وبلش في عنا رايت اكسس دي بياشن. حلو الكلام? طبعا له هوا اسباب يثير زي ما انتم شايفين انا حاط لك اسباب الرايت اكسس دي بياشن اللي هنا يمكن اتصل لك يهم برالف دابليو. ايش رالف دابليو? رايت من تلك اللي لقل trorтовه ايش بيشي. الاي انتيرير اما اي. في حالة انتيرير اما اي بصير اكسس進ي في حالة Isn't healey believe it? هوا اللي صار فيه بلوك هاو بعمل رايت اكسيدي بياشن لك الليكت انتيرير رهن الغلوك اش بيعمل العكس الاصريق البستيرير بعمل رايت اوكي طيب وعنده وولف باركنسون ويت اخوان طبعا الولف باركنسون ويت ممكن تعمل رايت اكسيز دي بياشن ليش حسب مكان البندل اللي ركتنحكي عنه بعد شوي هو وجود بندل ممكن اكسيسي البندل هون او هون هاي طيب ايه بنسميها وهي طيب بي. طيب ايه رح تخلي كهربا تمشي من هون ترح تعمل لي ايش? وطيب بي رح تخلي كهربا تمشي من هون فايش بتعمل? ايش بتعمل? ايش بتعمل? طيب. طيب. والنفير يرق من ايه بيعمل لي ايش? اخوان? طيب. كيف انا بنتي اعرف حسب الاسي جي. نيجي على الاسي جي المفروض انه معطيني ايان هيك ايش بي اي سي جي صعب? اوه ليد. شم بعض بيحط لك يهان على على لا uno. شو هون اول ده هذا ما يبين عندي؟ اخوان? one two? they bleed one. they bleed two. they bleed three. هيك بيجوا تلتيب مي اخوان? طيب. هون? Av R. هون? A-V-L A-V-L A-V-F A-V-F B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 كل الكلام؟ هؤلاء اللي ذات اللي بيجنك عالوركة كنتو بطلعت لكم نفس الترتيب هذا وكل واحد منهم بيعطيك إيش P-Q-R-S مثلا T صحي؟ كل واحد منهم بعطيك الشكل تبعها عشان أنك تقدر تقرأ إيش اللي بيختلف عني الثانية. حلو؟ فعشان أنا أحسب إيش اللي مطلوب مني؟ مطلوب مني أتطلع على ماذا؟ 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 A-V-F 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 fala A-V-F 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 the normal I.KWANI próxima الطبيعي. شو اللي يكون? الكيو عر اس الار و ايه بتكون لفوق هون. عالي. يعني ما تكون مثلا هيك مثلا بكي. تكون هيك عندك اس. وصف? تكون بوزيتف. و اي بي ال اي اعفوا انتو. تكون بوزيتف. وهاي شو تكون? تكون بوزيتف. اذا هاي بوزيتف يعني لفوق. وهاي بوزيتف لفوق. هذا ما نسميه نور. اتفكنا? هاي الجوة الموجودة متوفرة شكرا. تمام. اوكي? طيب. رقم اثنين يا اخوان. اذا كان. اثنين جايات هيك على بعض. شو يعني هيك? رييتشنج. رييتشنج يعني رايت اكسس ديفياشن. شو يعني رايت اكسس ديفياشن? يعني. المحصلة اللي جايي لهون. ماشي? كيف نشوفها على الاسي جي? بتشوف هون الواف الار ويف نيجاتف. بتلاقي اس بدل ار. يعني بتلاقيها بالشكل هاد. هلو? او بتلاقيها هيك مثلا. من هون في عنا البي. الار صغير والاس اكبر. وصلت? تمام. وهذا. اللي هو. تو. و اي بي اف شو بكونوا? فوزيتيف. لفوق. اذا هذو لما تطلع على المنظر هاد يا اخوان. اتذكر كلمة رييتشنج. حشرات عبعض. رييتشنج يعني ايش? رايت رييتشنج. رايت رييتشنج. ار ار. اوكي? طيب. لما يكونوا يا اخوان عكس بعض. يعني هذا لفوق ذل طبيعي. بس اللي انعكس. تو وال اي بي اف. هذا صسمه ليفينج اتش ادر. كل واحد ريك نجاه. ليفينج يعني ليفت. اذا هذا ليفت اكسس ديبييشن. تمام؟ كهرباء. مثلا بالحال الثاني. الي هي ليفت اكسس؟ ليفت اكسس؟ ليفت تحرك؟ واللي هي اللي الحال الثاني اللي هي اللي هاي الغعي نشر. آه. رايت اكسس ديبييشن يني اتجاه محص الى القلب في القلب يكون اتجاهها. يعني اجت لاتجاهها لهون. كويس؟ اتجاه العقل اتجاه المحس اللي راح لهمات. اوكي? طيب هو اسم شو فيدنا نعرف اتجاه المواصل. فيدنا عشان الاسباب شفتم اللي قدامك? الاسباب انه عشان انت تعرف انه هل هذا المريض ممكن والله لما تحكي مثلا في حالات ايش هنشوف? اذا على الاسي جيش و راح نشوف من المواصفات. راح تلاقي مثل اوكي? فبهمني يا اخوان كنت يقرأوا دائما بعد بعد مباشرة انت تطلع على اوكي? طيب شو ضر عندنا حالي يا اخوان? ضر عندنا حالي لما يكون اتنين لا تحد صح? اتنين لا تحد اخوان هادا بنسميه اكستريم. شين اكستريم? يعني متطرف صح? اكستريم يعني زيادة عن نوجه من ملزم. ما هي ين rud is so. وين رح الى الخط هذا قرأ بالعكس بالأكس با هوو. تمام? تلاك تعجيح حركة القلب حركتالكهربا بالقلب محصلتها لفوق صارت. زي حالات مثلا مثلا. وتعمل اكستريم عدا يبح دعوهم وهاي مهمة جدا عشان تفرقها عن و اوكي? واضحة ايخوان اكستريم بياشن? عليها اي سؤال? فهو انذا إذا بتلاحظ إخوان حاط لك هذا الجدول نفس اللي أنا رسمته هون تقريباً Extreme Access Deviation حاط لك حاط لك من الملتاحب حاط لك Living and Reaching إذا شفتوها أوكي؟ بعد هيك إخوان إحنا الإشي اللي لازم نتطلع عليه دكتور ممكن شوي بس مثلاً آخر حالي عسا إذا كان أيوه آخر حالي احكي إسمه Extreme Extreme Access Deviation عسا إنه عسا بالعكس يعني ساي يعني إنه الكهربة قاعدة متبعد عن البيض الأول هي؟ لا تحت هيا؟ لا تحت بين الزاوية ساي بثلاثين وثلاثين كويس؟ تمام حسا إذا راحت لهذا الاتجاه منصميها Lift Access Deviation إذا راحت لهذا الاتجاه منصميها Right Access Deviation إذا انقلبت بالعكس لفوق صارت منصميها Extreme Access Deviation تمام؟ أوكي؟ يعني آه بتلاقي على الأغلب فوقس ثاني هي لشغالي يعني مثلاً ووضى البنتري كان لحاله بيشتغل عام البنتريكي كافي والكهربة تطلع كلها من البنتريكي كافي راح تتجد الاتجاه لفوق إذنك؟ طيب إذن يا إخوان قلنا Rhythm هاي رقم واحد رقم فنية رقم ثلاثة رقم ثلاثة أجل همطم لفوق رقم أربع عليشو منطلع؟ على الانتربيبس على الانتربيبس 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 زائد السيجمينت زائد ايش؟ الويبس والويبس ووكي؟ ما بتقيت عن الانتربيبس يا إخوان فيه احنا حكينا انه هانا ال ECG انه PQRST مزبوط? مبدئيا لما تقول انت P-R interval تختلف تماما عن P-R segment. شو الفرد بين P-R interval و P-R segment؟ دائما يا اخوان لما نحكي interval معناته الجزء منها. يعني لما اقول لك interval معناته من هون ال P-Wave الجزء منها. لكن لما اقول لك segment، segment يعني ايش؟ يعني هذا الجزء بس بدون هاي. اوكي؟ لما اقول لك S-T segment يعني ايش؟ بين ال S و T هاي. لما اقول لك مثلا S-T interval اللي هي نفسها Q-T بيسموه. Q-T interval هاي منتقه. تامي مع T. تامي مع T. الطير برشاة من ال Pч بيسموه. قاعدين بنحكي انو عنا segment و عنا ايش اسمو interval. لما اقول لك interval هاي قطعة من هاي P-C G بكون فيها wave. بكون فيها P-Wave جزء منها. زي مثلا PR interval favourite of the P-Wave جزء منها. صح؟ لكن لما اقولا PR segment في دون rush. يعني انه دس جزءها. اذا سيجمنت ما فيه هاش ويف. تمام? اوكي? تمام. مبدئيا اخوان الطبيعي انها تكون اقل من قديش? اقل من 200 ميلي ساكنة. هي فعليا المفروض من 120 الى 200 ميلي ساكنة. اذا 120 ميلي ساكنة قديش هذول? ثلاثة صح? والميتين خمسة خمس مربعات صغر. قلنا كل مربعة صغيرة قديش? اربعين ميلي ساكنة. كل مربعة كبيرة. 200 ميلي ساكنة. كل مربعة كبيرة 200 ميلي ساكنة. كل مربعة كبيرة هو خمسة مربعة صغيرة. اوكي? نفس الشي. اذا المفروض انها انت بتكون اقصر من مربعة كبيرة. لو كانت فيها ايش الاسباب اللي ممكن انها تعمل لها? الابي بلوك. ليش? لانه هي اللي متأخر للامبلس. هي المسؤولة عن هاي المنطقة. صح ولا لا? فاذا انه صار هناك بلوك عليها. مثلا صار عليها المفاكشن. اجت الجلطة عليها نفسها المفاكشن يجا عليها. مثلا في حالة الرايت كوروناي ارتري وزوشن لانه الرايت كوروناي ارتري التسعين بالمية هو بيدرديها. صار? مثلا سكر رايت كوروناي ارتري وصار عليها المفاكشن. شو اللي راح اصير? راح تبلش هاي المسافة ايش? تبعد وتطلب. بينما لو قلنا انه في عندنا زي البندل اللي حكينا عنه. يعني مثلا قلنا هاي المفروض من هون بس الكهربة مرصا? صار. لو فرضنا انه هون في عندي اكسسوري بندل او هون في عندي اكسسوري بندل قاعدة بتنقول اللي كهربة ما من من مكان غير هايكون جينيتر تكون خلقية تشو خلقية اعتبر ماشي? شو اللي بصير? بدل ما هون تصير تأخير شو اللي راح اصير? بحيطيني باي بي طبيعي. بعدين ما في خط تأخير تتبلش الكهربة من هواته. صار? بعدين بتعطيني ا ا ا ا س وهاي ليش منسميها احنا? دلتا وين? فمتود التوابل اخوان اذا احيانا ممكن يصير هذا انك انت تدخل ميرك عمليات وتعمله تفتح وتشيل الابسس اللي موجود على لانه اذا صار هناك ابسيس راه يعمل زي حالة الابي بلوكة لالبي اران اوكي? وبتكون شورت زي ما حكينا وين? بالوولف باركنسون ويت. نيجي على وين? على الكيورس? كيورس يا اخوان النورمال قديش تكون? اقل من مية وعشرين ميلي ساكن. يعني ثلاث مرضعات صغر. هاي هي نورمال. ها? النورمال نفس هاي اخوان اللي احنا بنسميها ايش? نورم. لما يقول لك نورو كيورس مش معناها انها نورو زيادي وابنورمال لا. معناها مش ويب. معناها نورمال. ايش الابنورمال كيورس? لما تكون ايش? وايد كيورس كوبيكس. لما يكون في عندي مثلا كيورس هيك جديد وايد. او كيورس مثلا عملت لك امشيل مثلا. كويس? متى مصير في وايد كيورس. مثلا في حالات زي ايش? فيتروكولرتكيكارديا. بندل برونش بلوك سواء اللفت او رايك بندل برونش بلوك. هي بركاليميا. هي بركاليميا. هاي اخوان من اهم الاسباب اللي تعمل ايش? طيب نرجع مرة زيان الاسباب اللي يقولنا هي كان ببدلش عنا الاسباب اللي تعمل ايش? صح? بعدين ايش عنا? واحد. 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 بنا وحد للوك dunno بي واحد. اللي تعمل ربع من في万 لعند في سكس المفروض ان هالر ويف بتبلش هون ايش? صغيرا. ممكن تقولي ايش تعمل فار بعدين تبلش ايش? شوي تكبر. بعدين تبلش تكبر اكثر. بعدين تبلش تكبر اكثر بعدين تبلش تكبر اكثر بعدين تبقي اكثر akeثر بعدين تقبر ايش فايف او سكس. هذا ايش بسميه? لا. هذا النورمال. هذا منسميه يعني من بي ون لفي سكس بتطلع على الار ويف قاعدة بتزيد شوي شوي. هذا الاشي الطبيعي. لما يكون هاي ليش بتضحك من علامات الامنائي? تمام? مكيف على المالوين. هاي تعتبر من علامات الامنائي. اوكي? غير 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 احنا حكينا من علامات الامنائي شو بد يكون? على نفس اليداف مع اليداف تانية صح? غير هكي شو كمان ممكن يكون? اللي هي من مساوي الى شو هي? لما يكون في عندي برونش بلوك هون. يعني هذا المفروض. هذا هذا الرايت صح? هذا الليف. اذا الليف عليه بلوك المفروض ممكن انه اذا كانت جديدة. هذا معناته في عندي هون صاحب عليها. صح? فما بينا لي بطريقة معينة راح ندرس برضو ECG ونشوف عليها. تمام? وين وصلنا احنا? ضيعتنا ضحكة شوي. اوكي. هسا قاعدين منحكي اخوان عن اه. اخوان المفروض انها اللي احنا بنسميها من ثلاثمئة ثمانين لارتعمية واربعين ملي سكر. يعني تكون ما بين تسعة ونص الى اهدعش سمول سكوير. ماشي? كيف نحسبها? بتحسب انت الكيو تي كم مربع كاملة. ماشي? وبعدها بتقسمها على جذر الار ار انتر. مش مطلوب منكو تحسبوها بالامتحان. لكن بحط لكم فيك ربالكم انه في اشي اسمه كيو تي. في اشي اسمه كريكتد كيو تي. تمام? او شو غير شركو بيختلفو. هسه معنى انه اذا كانت الكيو تي انترفال طويلة مش معنى انه انه فعليا فيه لونج كيو تي انترفال. احيانا ممكن تعطيك لونج كيو تي لكن تيجي تحسب الكوريكتد تلاقيها نورمال فتقول لا الفيش احنا بنهي نورمال. في اسباب معينة لها بناش ندخلكم متاهاتها. ماشي يكون? طيب اللي بدنا ندخلكم بالمتاهات المزبوطة يا اخوان هو الجدول اللي قدامكم اخوان كيو تنقل بيشين للا ارويف. حكيانا انه من عند بي ون من هون لعند بي سيكس ها. المفلوظ انه بي ون اكسر ارويف. بعدين تتطول شوي. تطول اكسر. على بي فور تتطول اكسر. على بي في فور تتطول اكسر. على بي بتصغر شوي هذا عادي ما في مشكلة. لكن الفكرة وين? انه بالنورمل يكون في عندي في عندي ايش يعني? يعني انها قاعدة الار ويف كل شوي قاعدة بتكبر بالحجم تبعها. اوكي? طيب اذا كان في يعني تطلع على الار ويف فاليا ما بتكبر زي ما بدي قاعدة مع كل يذ. اذا هادا نن سبيسيفيك. لن نفير المعين. لن نفير المعين. والله ما جربتش. لا المفروض انه يزر المفروض. لانك انت قاعد بتبعد عن اللف فنتركة. تقول ما قررت للف فنتركة لها تقوى. ليش? لانه اللف فنتركة هو اكبر بلق اكبر بلق عضلي فيه. صلا? اه. تمام. جيلي هيك اخوان اه الجدول اللي قدامكم هادا قاعدين بنحكي لكم عن اسباب اللونج كيو تي انتلبل. يا اخوان ايش اهمية الكيو تي انتلبل? هسا الناس اللي عندهم لونج كيو تي اخوان. فجأة ممكن اصير عندهم نوع معين من الارثمية ويموتوا. ايش الارثمية هاي بنسميها ايش? تورسادي دو بوينتس. او اللي بنسميها تويستينج بوينتس. احكي عنها لقدان ما تخفوش. متى بصير لونج كيو تي انتلبل? لما يكون المريض عنده هيبو، هيبو، هيبكليمية، هيبو، هيبو، هيبو زيبى. هيبو كليمية و هيبومايمي سيميا و هيبو ethermia. هادو ستكون هايبو على جمهه. دة هيك لما يخيز انتبيوت results مثل؟ رفورمايصين رفورمايصين دفيويه انتدبرسنت ها انتهيستامير انتملاريياز تمام? ايش كمان انت انتِ ارتهميق احكيضyr أخيّل الأدوية اللي أنتي أريثميك اللي هي المفروضة رانج الأريثمية ممكن تعمل لونج كيوتي وتعمل أريثمية وصدندس؟ ممكن تمام؟ تمام؟ غير هيك أدرز إخوان في عنا إشي منسميه كونجينيتال متحكوش كونجينيتال لونج كيوتي سندروم متى تيجي؟ اللي هي رومانو وورد سندروم يعني واحد إن ولد أصلا عنده كونجينيتالي الكيوتي عنده قويلة هذا زي حالات إيش رومانو وورد سندروم آخر إشي رح نحتي فيه يا إخوان شو ضل عندنا نتطلع كمان؟ شو ضل عندنا فوق إخوان هو نحتي؟ هنا أربعة الانتربلز والسيجمينت نتطلع على البيوي منها أبرايك لفوق ولا نازل لتحتها كل شي بيفريكي وحكينا المرة الماضي عن كوب بيب تلمونال ويمايترالي والتي ويب لما تكون إمباثل قلنا إسكيميك ممكن تكون إسكيميا لما تكون بيك تي ويب عالية ممكن تكون بالأكيوت أم آي أو في حالات إيش البداية أو في حالات إيش البداية أو في حالات هيبركليمية طلع من جو روسي بالله تمام نتضل عندنا إخوانة تشامبر سايز إذاً خمسة هوم ننطلع على إيش؟ ماذا تشامبر سايز؟ حجم حجم الغرف اللي موجودة بالقلب شو كم غرفة عنها القلب؟ أربعة أربعة غرف من هون الهون؟ أربعة أربعة إيش هموا؟ ليفت فين تلكل؟ ليفت فين تلكل؟ ليفت فين تلكل؟ ليفت فين تلكل؟ ليفت أتريم وليفت أتريم؟ مصبوح؟ هسا إذا كان واحدة منهم فيها تضخم يا إخوان المفروض إننا نقدر نعرف هذا الإشي من وين؟ من الإيشي جي من الإيشي جي الأحسن على الإيكو الأحسن تعرف بإيشي جي صلا؟ لكن بالإيشي جي ممكن بفيدنا كثير كيف يفيدنا يا إخوان؟ نبدأ باللفت أتريم اللي هو هذا اللفت أتريم يا إخوان نشوف فيه أه؟ الكهربر حسين تتجه باتجاوه؟ نسأل لا إنسى الكهربر هو فعليا آه ممكن صح الكهرب تتجه باتجاوه بس إحنا عشان نعرف اللفت أتريم المفروض تتطلع على البي ويف منشوف فيها إيشي اسمه بي مايترالي إيش البي مايترالي يا إخوان؟ اللي هي البي ويف تكون أكثر من ثلاث مربعات صغار يعني تيجي تتطلع على البي الطبيعي هتكون هيا؟ صح؟ البي ويف هون إيش تلاقيها؟ أوسع يعني إيش؟ أكثر من مئة وعشرين ملي سكن إيش نسميها؟ بي مايترالي طيب إذا الريت أتريم هو اللي إلنارجت إيش ما نشوف؟ ها؟ إيش؟ علي التو علي التو أحسن إشي بباقي المعكو دايما في الهون ها؟ دائما نختاره اللي التو أفضل طيب البي بولمونالي إيش هاي إخوان؟ إنه البي ويف أكثر من ثنين ونص ملي متر بالارتفاع يعني بتلاقي عند المرير بون البي ويف أعلى هاي هترتها على فوق وصلت؟ هاي إيش معناها؟ علامة من علامات الريت أتريل إلارجت صح شركز معي؟ طيب نيجي على وين؟ على لفنتركل لفنتركل إخوان عشان إحنا نحسب فيه؟ نيجي على وين؟ عنا إحنا قلنا إيش بالإي سي جي فيه؟ بي وين؟ بي سيكس صح؟ بي سيكس مزبوط؟ شو من يجي نأخذ هون الأسوات؟ هون تلاقيين يكتب على الأرض ومنأخذ بي في فايف الار أو بي سيكس نأخذ الأطول إيش الأطول من أخذها؟ ومنعد عدد المربعات المربعات هون وهون ومنجمعهما بعض إذا كان المجموع تبعه أكثر من سبع مربعات كبير معناته في عندنا إيش؟ لفت المحسوب من مربعات الكبيرة سواء كانت تحت أو لفو؟ ها طبعا يعني هون الأسوات لو كان مربعين جايات هي تحسب واحد اثنين صح؟ بعدين هون مثلا خذنا السي السابس مثلا لأنه أطول لقينا إنه أربع مربعات مثلا ها بناخد أربع زائد اثنين يساق وستين ما في الار إذا كان أكثر من سبعة بتقول لي فينتو كيلر الله بطول لأ شوجع راسمنا وأسويله إيكو وقدر بصير 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 لكن بالامتحان قول للمنتحنين يعني هذا بالامتحان لو يجب مريض تالي أسويله إيكو دولي مثلا بالامتحان بس بالامتحان لا لا حتى أنت بالطوارئ ما عندك إيكو يا أخوي ما عندك إيكو بالطوارئ مش دائما الإيكو متاح إلك صح؟ ممكن عن طريق اليسوجين أنت تعرف شغلات عند المريض يعني مثلا أنت والله هذا ما يمكن يكون هات فيلر يجب أكيوت هات فيلر بالطوارئ بدك تعرف أنه أكيوت ولا كرونيك هذا أنه عندهم عشان مثلا تعملوا إيسي جيب تعملوا إيسي جيب تعملوا إيسي جيب ليش عشان تشوف الكارت يوميقالي عشان تشوف ويل اللارجمت عشان تعرف أن مريضة كان عنده هستوري من أول ولا لا أوكي؟ إذا كنا لتبتلك الالارجمت عشان أنا أعرف إذا فيه الالارجمت بدي أجمع عدد المربعات الكبار في في وند بتطلع على الأسويد مثلا أنهم كانت أه بطلع بحسبها كم مربع كبير وباجي على في فايف أو سيكس اللي بدك يأهدد كل الأطول واحد منهم ومش الاتنين نجمعهم مع بعض بردو ونشوف في وند زائد في فايف أو في وند زائد في سيكس إذا كان أكثر من سبع مربعات كبار إذا إيش؟ في عنا الفنتركلر إلا طيب الرايت فنتركلر اللارجمت إخوان المفروض إنك تيجي هون على الفي وند تلاقي الأر ويب أكثر من سبعة مليمتر تمام؟ يعني هون بدل ما هي لتحت تلاقيها عندك إيش؟ أر ويب مطويل وأكثر من سبعة مليمتر هذا معناته إيش؟ إنه؟ رايت رايت بنتركلر هاي بارتونك طبعاً بنلف بنتركلر هاي بارتونك ملاقي وبنركلر هاي بارتونك وبنركلر هاي بارتونك شو ملاقي معهم كمان؟ رايت أكسس دبيعيش ببساطة تمام؟ طيب هسا لازم نطف الضوء طبعاً هون إخوان إذا بتلاحظوا شوف لي هذا الاي سي جي مثلاً حاط لك الأماكن هاي هون حاط لك هاي هون شفتوها هذول إمتر ربيد هذول هاي لاترل وانو اي بي ال صح؟ هذول إيش؟ سبتل لازم نمسح صح؟ اه لا ok فتطلعاني هون هذول الإيش هاي هذة؟ 2 و 3 و og vf هذول إيش؟ therial حاط لديهم هاي لاترل اللي هم وel و evl هذول v1 و v2 هذول إيش؟ طيب. طيب. تمام? طيب. اذا اطلعنا على الاسي جي عادة بالله بالله تعال نقرأوا. شكرا لكم نقرأوا الاسي جي اللي. صح نقرر باشي عليه ولا نختار واحدة تاني هدراك. شو بالله اختار لدي واحدة الله شوي دي. شو لا يقولي? كنا يا شوي انزل المتلى. لا 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 اشترك. كنا خلينا. بس. اعتقد يا ادنين كمية. طيب. اول اشي كنت اتطلع على شوي اخوان. اخوان دا بتطفل وشغلي هون. طلعوا يعني ذات. هون ليد ون صح? هادا لي التو. هادا ثري. هادا? اي بي ار. اي بي ال اي بي اف. صح? بعدين ايش? وان تو ثري. صح? همون ايش? فور. فايف. سيكس. هدون تحت شو هدون? خضوا ستريب رسم. لاحظ لي هادا اللي هون طلع تو بيتسو بي انتهي. هادا ثنتين بي انتهي. هادا ايش? قويل. هادا ستريب رسم احنا خارجنا. وصلت? دا. فهو بيعطيك ستريب رسم ليش? مشان تقرأ الريت والرسم منه احسن الى كما تقرأ وليد من هون. اه. يعني لو جيت مسلا على ليد 2 هون. معطيك واحد اثنين ثبت ضربات وخلص. معطيك معلين اي بي ألهم. صح? اه. طب ستريب رسم ما بيعطوني بستو. بستريب رسم اطلع ممكن تاخذ هون معطيك بيتو وهذا في فايز معطيك ثلاثة شكلات استريب رسم. انت استريب رسم من اي ليد من هون ممكن تاخذ عادل بدك اياه. مم. انت بتطلب اي واحد منهم. بتقول له بدي ليد تو ستريب رسم عادي بتقدره. اوكي? فاول اشي يا اخوان عشان نقرأ الرسم المفروض هو اين اطلع? استريب رسم ولا على استريب رسم. استريب رسم. ماشي? طيب هل هل هذة ريكولر ولا ريكولر يا ريكولر? ن microscopic مما نعرف? مسافة بين على المربعات واحد اثنين ثلاث و نص واحد اثنين ثلاث و نص واحد اثنين ثلاث و نص اثن الار ار انتربال يا اخوان كلها الوضحات هاي المسافة ما بين الار هون لحد الار لحد الار محد الار متساوي صح? اذا هاذا ايش؟ ريكولر ريكولر ايش؟ طيب بعد ما نطلع نعري زي معشو من نطلع؟ مع على الار hjäl per ثلاثة. كم مربع ما بين الار ار. اذا تطلع لي هون هاي. واحد. اثنين. ثلاث. والرابع اخوان ضاين منه مربع صغير لا يسيروا اربع. خلاص احنا نستخدم طريقة. يعني خمسة بيت. اوكي. هسا انت بتقدر انك تستخدم اي طريقة من الطرق اللي احنا تناك. فاذا تاخد اربع مربعات مثلا ثلاثمية على اربعة. خمسة. تقريبا ثمانين. صح? او كموتك تستخدم من الطريقة الثانية تقول ايش? تلاثمية? مية وهمسين? مية. مية. مية نس. خمسة وسبعين. بس هو انا شايفوا اسرع شوي من الخمسة وسبعين.book سبسات. يعني اسرع شوي من ايش? من خمسة سبسات. اذا تقريبا بيجي ثمانين سبسات. او بتستخدم طريقة انك انت بتعد المربعات. ايه نفس طريقة الاريجولر برضو بتسبوت على الاريجولر. بس طريقة الريق للأرض ما بتصبط على ايه. دكتور هسه ما تجبونا سؤال زيك تجبونا ارقام دقيقة يعني سبع وسبعين ثمانين ولا. ولا ما شوف يعني يعني هو صراحة لحد هسه ما ايجاب مثلا كنقول اشي واضح انه تحسب الهارتريت لكن ممكنك تحتاجه اذا اجاب مثلا واحد قالنا نحكي اس بي تي. اي سي جي فيو اس بي تي. هو ما مشالك بشكل مباشر قديش الهارتريت. تمام? بفرجيك اس بي تي. وبقول لك لحالك احزر. بدك تعرف بحالك انه المفروض ما فيهاش بي ويف. الاس بي تي. بتيجي بتيجي ناروكيورانس. الاس بي تي بتيجي تكي ك�니다. وصلت? هي. تمام Worksرا هاي. طيب بعد هيك عشو ننطلع على بالاكسس دي بياشم. بالاكسس دي بياشين وين لازم ننطلع? وين. وام و اي في اي و. و cope اي و واي بي ال. طيب وان هذا ايش? و لازم ينطلع? لازم نرة مش مهش مهش. ذا يجي ثاني هاذا الاكسس دي بياش نتبعوه ياش بسي مجلتين بسي مجلتين ايش ما يكون لازم نبسح صح حسنا احنا منطلع على الانبليب 1 عشان اتو اليبعد مش شايفين كويس اه وهذا 2 وهذا ايش والله انا الانبليب مش شايف هذا ايش مش فعي حلو وهذا 2 وافف نيكتر هذا يا خوان لما تطلع على وانو افف ميلي اللي تطلع هذا اللي بنحسد دي اشي. بطاني نطلع على التشامبر نشوف هل في عنده لفينترقل هاي برتروفي ولا لا? ايش نحسد? كم مربع? واحد صح? مهم. وهون عندنا البي فايف والبي سكس مين اطول في فايف صح? اه. طب نحسد هو مربع? اثنين. مربعين. اذا اثنين واحد ثلاث. هل عنده هذا لفينترقل هاي برتروفي? لازم نكون اكثر من سبعة عشان تقول لفينترقل هاي برتروفي. اوكي? سبعة هون. اه. اي مشتوفة هي واضح اي اخوان. ابل الله ديكتور خليك مش صحيح انا سبعة. اتفضل. احسا احنا حكيانا بالليفت اكسس دي فينيشين في انه اكثر من السبعة صح? اه. طيب. مستثني منه. ليش? احسا في الفت اكسس دي فينيشين انه هي. اكثر من سبب. اكثر من سبب. صحيح. طب احسا هي اين مهم من اسبب معي? طيب. هسا انت ما بتقدر تعرف الا ما تقول باخت استرين المريض. عارف شو ماله شو الاعراض اللي عنده فبتصير حبة حبة تستثنية شو. يعني متلا ليفت اكسس دي فييشين. خلينا نحكي لو كان هاد مرض ايجاك بتشيستبينها. اه. مثلا. وتيبيكال فور اكيوت كوروناي سندروم او تيبيكال بكتروبونيينو بوزيتل بكام مثلا. ودلت هادا ام اي. هادا شو بدي يكون? اه. انتير. انتيريير. ليفت اكسس صحي? انتيريير. اه. انتيريير. وانتيريير زي حالة العشان تفرق العشان تفرق العشان تفرق العشان عن الاس بي تي والابيرانسي. هادا اخوان هتبتطلع على الاس تيل طلع هادا هو انتيريير. هاي واس تيلبايش نشيقينها? صح? هادا انتيريير لايك عشان هيك اللي اكسس بياش عنده. مصلتك الفكرة? هادا مليل تحديدات خلاص وضحت الاس تيها يعرفنا السبب. لكن اذا ما كان في اشي واضح بدك تكون عارف ايش هستوري تبعو. مصلت? ده واضح بدك تلك تحديمها مع دورنخت العشان مع دورنخت العشان مع الأنفيق مع دورنخت وانتيريير الا karPL יטar؟ م قليل هاي وانتيريير اzer height مجالا αυτي لangesيئ ايه؟ رset Bang ما هو الblemster شقلوك ايه عن دورنغا Laborbaneة؟ ايه على امراض المعد villa اوكي. لانو عندو لفت بندل برونش بلوك. لا مش سببه لا. لفت بندل برونش بلوك وكان كان عندو شو اسمه نسميها كونكوردانس. كونكوردانس على الخير اللي تس. تمام? نحكي لكم اخيان فرجوكو سنوه بندل برونش بلوك مش غرط. اشتركوا في القناة مجددا. الله. الله. شكرا لكم. اشتركوا في القناة هل فرجيكم الاشي اللي فرجناه اياهم بالفزنتيشن للشباب هاي ايش يا اخوان هون طلعوني عليهم ما تقولش الله زي ما علمناك ايش غايقوز شو رأيك؟ مبدئيا هذا الريجولر ولا الريجولر الريجولر الريت مية تمس تمانين تقريبا مية يعني هيك اشياء اذا واحد اثنين ثلاث مربعات ونصة ثلاث مربعات ونصة طيب غيره ايش كمان؟ هذا الابورد والابف ايش فوق والتو فوق صح؟ اذا ايش ايش الابورد نورمال اكسسديبياشن نورمال اكسسديبياشن صح؟ شايفينهم مواضح عندكم اخوان؟ اه 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 هاي صح؟ كله او عن فوق لا اللي تحت هاي على فوق الفوق مزبوط اذا ايش هون؟ نورمال اكسسديبياشن طيب بعدها شو من اطلع؟ على انتربال على انتربال زيلا اطلعي على البي ار انتربال هسا كل بي ويف ينفضل اخوان دائما النورمال يسيجيه كل كل بيت فيها بي ويف كل كيوار اس فيه قبليها بي ويف لازم وكل بي ويف وراها كيوار اس لازم بي كيو ار اس تي هاضر ايشي النورمال هاضر المسميه سايا نصفة حلو الكلام؟ كيف حالتنطلع على البي ار انتربال اهي المفروض انها نورمال؟ صح ولا لا؟ اه طب يا اخوان طلعوا يعلي دات الاس تي سيجمت هون صح؟ هون هون و ايب اف و ايب اف اليفاشن ايب ايش و هون ايش دبريشن 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 صح؟ هون ايش شوية اليفاشن وعندها ابي سكس كلان شوية اليفاشن صح؟ هاي ايش؟ ايب ايش؟ طلع؟ يعني احنا ملخي على اخوان على تو يا اخوان اللي بيحكوه وثري وفي اف وفي فايف وفي سكس ها بستيريولاترال لا اخوان اخوان هذا انفيرولاترال انفيرولاترال عشان تقول بستيريول المفروض تطلع على الانتيريول وعى السبتة اللي تتلاقي الة عالر تتوقع سلسلة صح؟ درجة لو طعملنا بهم لانتحط النقطة هون الرة الخطوة بيحكوه الرة الخطوة بيحكوه الرة الخطوة بيحكوه ها؟ في غيرها انفيرولاترال و ايش بايكون هون؟ ها ايضاً ها ايضاً ها ايضاً ايضاً ايش رأيكو؟ يعني فعلياً ها السنتر تتطلع على ويد هاي استيلباشن صار؟ هاي مينمال استيلباشن فيه هون صار؟ لما تشوف انتو ان على طول تقاعينك هاي بي أل معها المفروض انه هاي والنسم والسكويرك صار؟ غيره ايضاً واضحة جداً هاي واضحة هاي اوضح ايش هاي اوضح ايش اوضح ايش واضحة جداً ما اخذ شوي وفعلياً يا اخوات هذا عبارة عن انتيريو سبتة انتيريو سبتة لانه السبتة اللي موجود فيهن صح؟ وثري وفور موجود فيهن اخضى يا اما الانفاركشن واصل اللي عندها شوي او انه اللي ركب الليدات اخوان زاح بدل ما يحطها على الانتيريو خليها هميدة تقربها فاخذت منها ايش من الانتيريو صار؟ واضحة؟ طيب ايش انا بفرج ايكو؟ انا بفرج ايكو يا اخوانا اللي فتة بندل اللي فتة بندل برونشي بلوكي اعتقد هاي ايش مواصفات اللي فتة بندل برونشي بلوكي فوركي؟ الان quoted بدي ايش مواصفات اللي تلات lon شو رأيكم هاد اليسي جي اخوانه شو رأيكم يالله حكولي شو رأيكم يالله حكولي كيف نكتعرف انو ريكلر ولا ان ريكلر كيف يفعل طب هاي معطيك ضربة واحدة وهون ضربة واحدة بدأ حسن من ضربة عشان تحسبوه هون ما بنقدر تحسب انو ريكلر ولا ان ريكلر هاي هاي الضربة الي هون يا اخوان هاي اللي هون البيت اللي هون نفسها هذا عبارة عن ونبيت باشي. نفسها بس رائعنا شفناها من اكثر من مكان شفناها من اكثر من نفس البيت انت ما عندك لقي تسانب الانتظاه هاي البيت على يعني اخلصت خلصت البي؟ ووهي بعدما تستشluent في وهي اخلصت انا شايف صراحة ان هاي اخلصت تكون تكون ويد كوراس اكتو كبير وفيه سمول فولتج مش هو عبه كثير يعني هذا ليس بيزي جايات من دول كوراس ورسو لا لا هدول هدول ممكن يكون في غرارة تولي ويابي يبون ترسلو اي اف مثلا اوشي مهي هذا اليسي جي شو عاكم في جو لا لا اشاء الله علي ما شاء الله علي اه يلا حكوني اه اول اشي ريجولة اول اشي ريجولة صح اوكي اعتبروا ريجولة لا لا ريجولة طيب غيره اوكي اوكي الريتم قديش اخوان واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستين ستين صح طيب بعد هيك عشو نطلع عالاكسس دي بياشن هاي وين لو تحت جاي صح لتحت وعندك الابي اف لفوق اذا ايش هاي اذا ايش هاي اوكي طيب نطلع على شو هسا على الانترفال على الانترفال صح طيب يو حسبولي شوف الانترفال 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 نورمال صح ايها اقل اقل من اه شو اسم من ون سمول سكوير من ون من لاجة سكوير افوان صح اقل من ربع كدير طيب الكيواراس شو ريكم فيها 65 ويد وايد وفي هنوك لاخدلي الكيواراس ا이خوان كيف وايد عريضو في هنوك هاي إنه شايف شايف هاي 还有 الوفوق هين عندك ثلاث مربعات صغر من علامات مع أم شيء من علامات البندل ترونش بلوك هل هاي لفت ولا رايت بندل ترونش بلوك إذا على V1 على لفت آآ رايت آآ على V6 لفت تمام تمام وإذا الهون على V1 مش بنطلع على الأكسسبييشن الأكسسبييشن إلو دور هون إيش رايت أكسسبييشن صح؟ طيبة رايت الأكسسبييشن وين بتصير؟ في حالة إيش؟ الـ انتيريا أمان أمان أنتيريا لفت أنتيريا صح؟ صح؟ مصبوع؟ طيب المفروض أنها تكون على على V6 هون في سكس لا أحب كوزيتف لنا طيب خلينا نغلوط لو طيب طيب إخوان طلعوا علي إحنا عشان نعرف إنه رايت ولا لفت أكسسبييشن نطلع على V1 وعلى V6 أوكي؟ إذا كان كان V1 كان نغلوط V6 كان مصبوع 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 كويس؟ طاعة V6 تحديدا لازم تكون مصبوع 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 الآن مصبوع المفروض إنه إيش اللاوي بالعكس V1 مصبوع و مصبوع 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 حسن أم طيب تقوم مصبوع اه? ايش هو? الاكسبيشن ايه اللي بدوع قلنا? ايش ال V1 و V6? ايش تبقى شوه? حقول ال V1 و V6 يعني همليداب نقشو. انو ال R-Wave فيها ايش? ال R-Wave مستوب ولا نقاتي? هون ال V1 كتلاقي نقاتي في كيف يعني 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 ال R-Wave هي نقاتي. يعني جاي W shape. تمام? و V6 هون M shape. هضا ايش ايش اعتبر left bundle. بينهم بال right bundle تعطيك هون ايش M shape على V1 و V6 تعطيك ايش W shape. حلو? مش حلو? نبتا نتحكين عن هاي ال R-S-R لما كنت تدخون. اوكي بس خلينا حب الحب عشان ندخل بالالف ميضرور ندخل بالالف ميضرور ندخل بالالف ميضرور. اخوان مبدئيا اللي بدنا نحكي عنه مثلا. حس المفروض انه يكون النورمال رثم تبع الهارت هو ايش? ساينس رثم. يعني يكون في عندنا P-Wave في Q-RS وتكون وفي عندنا T-Wave ويكون الريثم تبعه regular والرات تبعه من قديش? من ستين لبية. هيك انا ايش بسميه? نورمال ساينس رثم لانه طالع من الساينس من الاس اينوت. حلو كلام? طيب احيانا ممكن يكون ساينس رثم ولكن في عند شوية تسارع اللي هو لما يكون الهارت رث اكثر من مية. مرعلك اذا واضح الصورة هاي منتكو? واضحة? واضحة. معتو خلي الضوغر. واضح عندك عوضي? اه واضح. كويس. تظلوا علي هون. هانا اخوان سترب رثم احنا ما اخذينه. وبقول لك انه حسب لي الريثم مبدئيا ببداك تقول له هذا regular. ليش? مربعين وشوية كل المسافة بين R-R انتربال متساوية. اذا الرثم ايش? regular. نجي على الريث. نحسب الريث هون قديش? مربعين وشوية. يعني مية وخمسين تقريبا ابطأ من مية وخمسين وشوية. يعني هي فعليا مية وخمس وارعين تقريبا. طالما في عندنا P, Q, R, S و T موجودات. اذا هذا ساينوس. بس احنا ما بنسميه ساينوس رثم. بنسميه ساينوس تاكيكارديا. بينما لو كان عندي مثلا. ساينوس شديد قرس P, Q, R, S و T موجودات. P, Q, R, S. T لا يوجد في simunus بس肝 موجودات. اذا انتكون bistيц احنا ندخل فيهم واحدة واحدة. هذه simunus تاكيكارديا خمناه صح? طيب نقسم الheart глаза هنا. هذا من الصور الثانيU. هذا المربعك انتم معرفة بسمة من د activating. 2 3 4 5 6 7 8 فاقصر هنا ت單ing. هذا برادي كارديا هذا برادي كارديا صح؟ في عنا هاي تي ويف وهي تي ور اس ونرو وهي تي ويف هذا ما نسميه؟ إذا يا إخوان صار عنا هون ساينوس ساينوس برادي تاكي كارديا يا إخوان بتصنيش في أي إشي زي الفيفر واحد صار عنده حرارة واحد صار عنده أنكزايتي خاف ركض اكسرسايز ثايروتوكسيكوسيس مهم جدا واحد صار عنده واحد صار عنده نحكي إيش حكيت؟ بريغنانسي بصير في تاكي كارديا واحد أخذ أتروبين أدوية معينة إخوان تعمل تاكي كارديا زي شو؟ أتروبين أوكي؟ صار بيتامول صار بيتامول تمام؟ هاي اللي بريد تعمل تاكي كارديا إخوان دائما التاكي كارديا إذا ساينوس تاكي كارديا المفروض إنه المريض هذا يعني أوكي بدك انبستيجيشن تعرف ليش صار عنده بدك تأخذ لدرق هستوري كويس بدك تفحصله سيرويد فونكشن تتأكد ما أخذ شيء يتعمل تاكي ها؟ وإذا ما كان عنده خلينا نقوله متكررة كثير ممكن تمشي على إيش؟ على بيتا بلوكه إذا علاجها هون إيش؟ بيتا بلوكه بس إحنا فعليا لازم نعانج الكوز في البداية ما لدينا الكوز؟ أو ما تعالج معنا الكوز؟ بيتا بلوكه تمام؟ طيب رقم اثنين عنده إيش؟ سينوس برديكاردية متى بكون سينوس برديكاردية؟ منرفع عنها بس بدين صح؟ طيب متى بقول بقول إنه سينوس برديكاردية؟ أقل من 60 لما يكون الهارتريات هون الهارتريات كده إيش؟ أكثر من 100 هون الهارتريات إيش؟ أقل من 60 إذن هون سينوس برديكاردية ليش بصير عند المريض سينوس برديكاردية؟ ماخذ بيتا بلوكه صح؟ مصبوط؟ هاي من الأسباب تلك الأسباب عندكو يا إخوة ممكن نكون عنده متسودينة نكون عنده هايبوثيروديزم بدأ هايبوثيروديزم في حالات الهارت بلوك ممكن نصير تكي البرديك صح؟ زيادة الاندركريني البرشر هذا جزء يا إخوة من إشي من سميه كشن ترياد كشن ترياد هو عبارة عن ثلاث أشياء رئيسية بالصيلة في المرضى اللي عندهم زيادة في ارتفاع في الضغط داخل ايش؟ الكرينيوم داخل الدماغ زاد الضغط ايش نصير عندهم؟ ثلاث شراء كهمة 1،o، لا بدنا بدنا إحنا الكشن ترياد تحديدا فالقرب الدماغ صح لكن احنا بدنا الكشن ترياد اللي هين ايش؟ برديكارديا اي واحدة منهم؟ حيبرتنشن حيبرتنشن ثالثة؟ لا، واه بس احنا بدنا نحكي عن الكشن ترياد تحديدا اللي هين ايش الثاتة؟ على إشبار شبصير؟ إذن برديكارديا حيبرتنشن إريبرتنشن نضع جزء من الكشن تريد زياد الانترا كرنين البرشور يا اخوان في حالة البرديكاثر اذا كانت اسمتوماتيك يعني مش ملاجن اعراض الله سيجاك الهارتريات تبعه تسعة واربعين وعايش مع الموضول اموره كويسة ايش تعمله؟ ورس روح مع الدار ممكن الرياضي طبعا فعليا اه الرياضيين يا اخوان الهارتريات تبعه ممكن نوصل الى خمس وثلاثين ليش؟ معنوم الرياضة يزيد المفروض صح؟ الرياضة انت لما تبلش تركض الهارتريات تبعك بيرتفع لكن انت لما تكون انسان رياضي دايما رياضة رياضة يعني المفروض انت تقيس الهارتريات تبعك اترسل وانت قاعد يوصل الى خمس وثلاثين لانه الضربة الوحدة عندك يقالوا ما بيحطيك دفع الدم احسر من ضربتين عند الناس الطبيعيين وصلت؟ فبتلاقي الهارتريات عندهم قليل الى اثلاث يا اخوان تلاقي انهم براديكاثر تمام؟ فدايما اذا كان براديكارتيا هاي ايه سمتماتيك بدون اعراض تركها واذا كان سمتماتيك في اعراض منعالجها ممكن نستخدم ايش؟ اتروبي اوكي؟ طيب غيريات اخوان في اشي احنا بنسميه sick sinus syndrome احيانا هذا الاس انود يا اخوان الاس انود نفسه هذا بكون فيه مشكلة ايش سؤالك؟ سألت اشي؟ سألت اشي؟ احيانا بسأل؟ احيانا بسأل؟ حد من بدي سأل اخوان؟ بسا علاج التاكي كارديا التاكي كارديا التاكي كارديا لا بيتبلوكا بيتبلوكا اوكي طيب الاس انود يا اخوان ها بدي عليه مشكلة هام نسميه sick sinus syndrome حلو؟ احيانا لنا هذا نشوف الاسي جي طلعوا لي على الاسي جي هون واضح عندك يا اخوان؟ واضحة؟ واضحة؟ هاي شو ما نسميه هاي اخوان؟ تاكي برادي سندروم تاكي برادي سندروم هاي من علامات sick sinus syndrome اوكي؟ من علامات sick sinus syndrome يخوان دائما لما يكون فيه irregularity بالكنتراكشن تبع القلب انه القلب قاعد بنقبله بشكل irregular هذا ريسك بانه يصير الدم اللي داخل القلب ما يطلع بالوقت المناسب صح؟ اذا الدم هادا شو رح يصير فيه stasis شعن stasis؟ بحق جميع ركود ركود في الدم ركود اذا لما يصير فيه stasis هادا ريسك انه يصير مزبوط؟ 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 البروتينات اللي مسؤولة عن التخفر يصير فيها ومبلش تكون ايش؟ تخفرات اذا هادا الدم الكلب تكون تخفرات موجودة داخل القلب هون اذا التخفرات هاي ريسك هتطلع ايش تعمل؟ ممكن تطلع لفوق على البنين تعمل ممكن تلف مع تعمل ممكن تروع الكلات تعمل ممكن تروع الكلات تعمل هذول اخوان اي اي في الهارت ممكن انها تعمل ايش؟ ثرمبو ايموليزم عشان هيك هذول بالعادة ممكن يمشيهم على طبعا يخوان في حالة او هبانين حسب ايش الوضع المريض ماشي؟ اوكي بنهاية انت هذا المريض اللي عنده تكيب رادي سندروم عشان انت تعاجه صح لازم تنشيعة في سمية كربس بس برضو لازم يوخد ايش؟ زي مريض مريض الاتريال مريض الاتريال بيوخد؟ بيوخد طمعا بس بكورس سؤال مور طبع هي نفس هاي مفيش اس اي بلوك لا يعني اذا في القلب بلاقي له مكان ثاني يطلع له ايش؟ لكن اذا اس اينوت زي هاي الحالة هاي بكون في عليه اسكيميا مثلا او فيها ابنورماليتي لكن تشتغل نوعا ما مرة تاقي تاقي مرة برادي هاي بسميها تاقي برادي سندروم اس 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 اوكي؟ نجعله لان ما تريد نعم؟ طبعا المريض هاي اذا كان اصلا اي سنتوماتيك ما في داري لكن الفكرة واحد اتجا عنده هون سينتومس لازم نحط له بسي ميكر صح؟ هو اللي بينتج لنا الايش؟ الامبلس صح؟ فاحنا قاعدين ايش منحط من ازرع له جهاز يشتغلي بدل الاس اي نوع والجهاز هذا ممكن يكون ايش؟ ممكن يكون على الواحدة ممكن يكون في سلك موصل هون منه ويعطيك الامبلس وبتنتجر طبيعي ولو كان هون في بلوك بتعطي سلكين مرة بيعطي هون ومرة بيعطي هون مرة بيعطي هون اوكي؟ اوكي نيجي على الاتر الفروريليشن اخوان الاتر الفبروليشن هي الموست كومون ساستيند اريثمية وش يعني ساستيند اريثمية؟ موجود ايه مستمر اوكي؟ يعني المقصود انه عادي جدا تشوف مريض ايجاك على الطوارئ وعنده اي اف ومتعايش معها من عشر سنين وعادي الواضح ماشي لهم ساستيند مستمر مش انها زي باقي الاريثمية ممكنها تعمل اوكي ممكن تعمل وممكن المريض يجيك انستابل لكن كأريثمياز بشكل عام لا في أريثمية بتيجيك ساستاند لفترة طويلة زي الاف ممكن كمان اكتب تبيت بتيجي ساستاند صح؟ لكن الموصد كمونهائر لأتي رفيريشن تمام؟ لاحظوا لي على الاسي جيال شوى يقف فيه؟ أول شي ما نطلع على ايش احنا؟ على ايش نطلع؟ على ايش نطلع؟ على الرثم على الرثم عرثم الرثم ايش؟ طيب ولا و suivre واحد الى ثلاثة أربعة خمسة واحد الى ثلاثة 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 اWhile و linear على اتجاه مختل تمام؟ اذا ايش نسميه؟ الريجولار الريجولار الريجولار. نطلر ع البيزلين. ما فيه. ما فيه. هطول طب الخربيش اللي هون ايش هذول? هذول نسميهم اف ويف. ليش اف ويف? يعني المقصود فيه يا اخوان هذا الحكي. عافيني اشي يعني اتري يعني قاعد بيعمل بيعمل تقريبا ثلاثمائة مرة بالدقيقة. ثلاثمائة مرة بالدقيقة بينقبض فوق الاتريا. فبيعطيني هذول هذول القباضات بالاتريا. ثلاثمائة مرة بالدقيقة. حلو كلام? انقباض كامل? لا. انقباض لا. تمام? اوكي. الثلاثمائة مرة هذول هل كلهم رح ينزلون على الذين تلكل? لا. طبعا. لانه عندك ايش? افينوت. تعمل صح? اذا الثلاثمائة هذول خلينا نقول نزل منهم مثلا خمسة وسبعين او ثمانين? الثمانين هذول النسول رح ينزلوا يعني ما رح يكون متوافق انه ما رح يكون منتظم. ليش? لانه عندك ثلاثمائة ضربة فوق. الضربة مثلا ممكن رقم عشرة نزلت. رقم هدعش نزلت. رقم سبعة عش نزلت مثلا. والبقيقة تقول هن ايش? اخرتهم. وصلتكم الفكرة اخوان? اوكي. اذا اللي اتفاجنا عليه انه فوق الاتريوم ايش بيعمل ثلاثمائة ضربة بالدقيقة. والتابعه زي ما حكى الدكتور يعني عالفاضي هاي ما بتعمل الدم بينزل بالجرابيتي عالاخلاء. تمام? طيب اذا شو رح يصير بالدم? صح? اذا شو اللي رح يصير? وبيبلش هون يكون لنا ايش? بلش يكون لنا كلوت. وصل فكرة? اذا في جماعة الاتريوم احنا بنقاف من موضوع انه ايش? نكلوت هاي تمشوا بتتحرك وتطلع تعمل لنا مثلا زي ما احنا نحكينا. تمام? اذا هون حاط لك الموز كومون سسلين لاثمائة بصير في يعني الامبالس اخوان اذا طلعت بالبداية وانتشرت هاي لفت ورجعت ما دخلت على الامبالس ونزلت هور. صح? لفت ورجعت عملت مرة ثانية وطلعت امبالس ثانية وعملت فهو قاعد الكهرباء كلها بتلف موجولي وين? في الاتريوم هون. وكل ما تلف هاي الكهرباء قاعد بتعمل جديد عشان هيك منتج عنا ايش? ثلاثمائة ضربة بالدقيقة والثلاثمائة هذول بيكون الفوق تمام? تقول فاهمها? اوكي. غير هيك اخوان الاسباب. ايش الاسباب ممكن يكون المريض اسكيميك هارد ديزيز. النيمونيا ممكن تعمل اتري الفيبريليشن. في حالة اجاب واحد عندو كيس اف نيمونيا عندو نيمونيا تحديدا. ها? ودخلتو ع المستشفى عندك وصار عندو اتري الفيبريليشن. ايش تعملو? عارج النيمونيا طلب ما مريضك ستيبل. عارج عارج النيمونيا بتفك الاف لحالها. اتفقنا? نيمونيا من اسباب اخوان. طيب غيره. زيادة نشاط الغدة الدرقية. بريكاردايتس. الكهول هؤلاء كلهم من الاسباب. طبعا في عنا انواع من الاتري الفيبريليشن. النوع الاول اللي هو احنا بنسميه بروكسيزمل. بروكسيزمل هذا اللي هو بيجي بوروح لحاله خلال فترة اقل من سبع ايام. يعني المريض بيجا ليك بقولك انا والله صار عندي بصير عندي رفة وتروح بصير عندي رفة وتروح يعني. فانت تحط له مثلا الهول ترميمتر اللي بيجيس لك على 24 ساعة. فتلاقي انه والله اللي بصير عنده بس خلال اقل من سبع ايام قاعدة تفك لحاله وبتروح بدون علاج. هاي ايش منسميها? بروكسيزمة. فيش منسميه بيرزيستنت. هاي بتقود اكثر من سبع ايام وعشان تفك انت لازم تفكها بالميديكيشن. تعطيه ميديكيشن. تعطيه ادوية. انت تعلم. وفي عندنا النوع الثالث اللي هو البرمننت هذا ولا عمره ميديكيشن. تقداش تفك. حتى لوطيه نيليكيشن. اوكي? ممكن انت تعمل ابليه جدا. وتقود انت بسميك كما. تمام? اوكي. طبعا يا اخوان كفريكمنت. انا معلش صراحة بالبرزنتيشن اذا شفتوا البرزنتيشن تاع النقابة صح? انا اعملت مخطط يعني اعجبت فيه كثير معاننا اعجبت فيه بطبع. فراح ادرسك الموضوع على المخطط بعدين نرجع للفتاق. ماشي? لا. نورخذ الاف بعد الاف. طلع عليك. دايما يا اخوان عشان انا اعالج الاف رح اسأل حالي كم سؤال. السؤال الاول اللي بسأله لحالي. بتطلع على المريض. بقول هل المريض ستيبل ولا مش ستيبل. اوكي? فهذا المريض اذا كان ستيبل ببشر السؤال ثانية. اذا كان انستيل شو نوب يعني. شوف امشا له. مباشرة متعمله كارديو فيرجن. ايش يعني كارديو فيرجن? يعني بطلع اسلاك الكهرباء العندي بطي ايش? سينكرونايزد كارديو فيرجن. طيب في اسنكرونايزد كارديو فيرجن? احنا اللي بنسخدم اخوان في الاي اف احنا بنسميه سينكرونايز. كارديو فيرجن. في اسنكرونايزد كارديو فيرجن. صح? دي وايش? شوف فرق بينهم. شوف فرق بينهم يعرف? طلع علي. انت عندك ال af. هاي ارويف. صح? وهي صح? في المفصوض انه الجهاز هذا اللي انتجبته وحطيت الالكتروات على صدر المريض. المفروض انه جهاز مباشرة مجرد ما انت كبست يعطي ايش دي سيشوك مباشرة. حلو كلام? هذا ايش? هو الاسينكرونايز. لكن السينكرونايز بدك عامل لداتي. على الاروية. جود ثاني. على الاروية. فهذا مجرد ما انت حطيت الليدات على جسد المريض وكبست ما بيعطي. شو بيعمل؟ بيقرأ. بيقرأ الايش الاسي جي. وبيحدد وين الار. وبيعطي الشوك تبعتوين? على الاروية. حلو الكلام? فرقت. فرقت معانا انه اذا انا اعطيت اسينكرونايز كارديو فيرجل لما يقول الاتريل فيبريليشن راح يصير ايش? فينتريكولارتكي الكارديو. يعني انت ضريته وما نفعته. كمام? اذا يا اخوان استخدام الاسينكرونايز كارديو في الاتريل فيبريليشن. هذا بروفوك لفنتريكولار اريثمية. ممكن انتريكولار فيبريليشن راح يصير عند المريض. انت خربطتك كهربت القلب بزياري. عشان انت تنطن كهربت القلب بهاي هاي الفكرة. لو انت لازم تعطي على الاروية. متى الاروية? لما ينقبض ايش? البوطين. حس البوطين انقباضاته طبيعية. وش كل وين? في البوطين. في البوطين. فانا ليش اكيير الانقباضات تباعت البوطين? ع نفس الفترة اللي بينقبض فيها البوطين بروح انا ببعطي الديس الشوك تبعتي. فيها ايش بصير? البوطين هيك هيك راح ينقبض. فانا فعليا اعطيت هالوين. هالوين فوض. فيخوان دائما اي اريثمية. انستابل. انستابل. المريض. لازم ايش تعطيه? كارديو فيرجن صح? عشان انستحدي بتعطيه او الان? دائما اذا في ار ويف. اعطي ايش? يعني في حالة الفيبرانيشن بتطلعاه في ار ويف هيها. ماتوا ايش? في حالة الاس في تي. اذا كان از في تي. او انستابل بتعطيه بشي بقعطيه. ايش بقعطيه. از في تي. فيها ار. فيها ار. فايح بقعطيه. سينكرونيش. اتكسرت اني نتروس عنها كويس. تمام? اذا دائما المريض اخوان المريض غير مستقرع المقصود فيه انه ضغطه نازل. هاي اهم اشي. هاي الشغلات اللي تبدلنا انه المريض هدا ايش. تمام? اذا المريض انستابل اعطنا ايش? إذا المريض ستابل بسأل حالي السؤال ثاني. هل المريض اوكي? سألت حالي المريض او او ايج اذا كان فعلا او ايج ما في داعي اني انا ارجع لصايا اصرفك. خلي المريض زي ما هو. بس ايش بعمل? بعمل ريت كنترول. شو يعني ريت يعني بخلي تبعه بين ستين ومية. اذا ايجاني واحد تبعه مية وثلاثين مية وعشرين مية وخمسين. هذا بيجيك بايش? شب نسبريس. بل بتاشع. بل اذا كان هذا ممكن نتخليه ايه اف زي ما هو. بس خليه الهارت ريت بين ستين ومية وصير ايه في المريض? ايه سمتماتيك? ما عنده اعراض. حلو الكلام? طيب. اذا كان المريض هذا يعني مش او ايش ما اقول? بدي اسأل الحالي السؤال اللي قادر. اذا سألنا السؤال الثاني هو اول ايج ولا لا? صح? السؤال اللي بعده المسأل الحالي هل هو اكيوت اي اف ولا لا? شو في نهار اللي حكيه? انه من زمان ما عاوض. شو بفيدنا? انت حضرت ما يقعنا لنفروض ترابيها. احنا باخرنا. اخرت واحد. اذا. اوكي. اذا اخوان لما يكون اكيوت اي اف يعني المريض ملحقش يعمل الملحقش يعمل ثرومبوس. احنا قولنا هذا بصير الاتريوم بصير فيه بصير وبصير فيه ستاسيس للبلوت داخل فبالتالي رح سير يكون الكلوتات صح? الكلوت هي ممكن تطلع وتعمل امبوليزي من الكلوت. يعني كيف تكون الكلوت? ثمانية واربعين ساعة. فاذا كان المريض اقل من ثمانية واربعين ساعة انا ممكن شو اسوي يعني هيو اقل من ثمانية واربعين ساعة اذا ياس انا شو ممكن اروه عمه? اعمل له ميديكال كارديو فيرجن هذا اسمه ايش? اوكي لو عملنا له ميديكال كارديو فيرجن هو كان كرونيك اي اف شو بصير? هاي اخوار رح تتحرك الكارديو فيرجن بيغير ريثم كامل تبع الهار بيطلع لك ايش? بكلوت وبتطلع وتعملو انت عملت بو سي بي اي بو تسير. وصلتوا فكرة? طب عدا قاسة تحدد ثمانية وبين ساعة تحددها حسب العرض. يعني واحد يجاك قال لك والله من ثلاث ساعات انا حسيت انو عندي رف بالقلب. عمرها صارت معك قبل هيك? لا معمرها ايش صارت معاي. من ثلاث ساعات هذا اكيوت. تمام? بينما واحد ايش ختيار وجاك اي سيمتوماتيك اصلا مش دارعها ويجاك قال لك والله انا عندي شوية صداع اعطيته شوية انا دولة مشيت امور وكل شي كان طبيعي وانت تفحصه لقيت عنده اي اف مثلا اه? ونيروغزامناشن كان كويس وكل شي كويس. وبولك انو انت بتحس بخل فقاقا قل لك لا هاده ما عندي ايش يا مريض? هاده كرونيك من زمان. لدرجة انو مش حاسب الموضوع اتعود عليه اي اسمتوماتيك. تمام? فقلنا هيربوسكومون سستيندر. لو واحد جاك قل لك من اسبوع بلشت معاي نرفة. هاده له اكثر من ثمانية وعين ساعة. هاده شو نعمل له? لازم لازم تتأكد هل هناك الكلوت ولا لا? ونذوب هاي الكلوت. كيف نتأكد? نعمل اشي منسميه تي اي اي. ترانس اسوفيرجيال ايكو كارديوغرام. عنا نوعين من الايكو. صورة في جنيل القلب. نوعين. ايكو كارديوغرام اللي هو ايش ترانس اسوفيرجيال هذا عن طريق الاسوفيغاس. بتدخل البروب داخل المريض وورا الكلب بالزبط بتشوف من هناك اوضح. لكن عنا ترانس طراسيك اليوم من بره. بتحط الجل على صدر المريض وبحط لبروب بصير ايش ترحص من بره. هاده ايش اسمهم ترانس طراسيك. احنا اللي نستخدم اي اخوان الادق اللي هو ايش اخوان. ترانس اسوفيرجيال ايكو كارديوغرام. نوعين منشوف هل شفنا كلوت موجودة? اذا لقينا كلوت. ووقت هايش منسوي? نعطي انتيكو ايش. ما لقيناش كلوت? ما في داية تعطي انتيكو ايش. مباشرة هايش تعمل. متى كالكارديوغرام. اميدروم ممكن. طيب واذا ما عندك تي اي اعطي انتيكو ايش بكل لحوة. ماشي? طيب لحد قديش احنا اوكي. اذا هذا المريض لو قلنا انه والله لقينة تي اي عنده كلوت. او مثلا ما كان عندنا تي اي اي وهذا المريض الكرونيك يعني مدوقع يكون عنده كلوت. اه? شو الانتيكو ايش اللي لازم احنا نعمله اياه? شو? متى لايس دعا متى لايس مش انتيكو ايش. متى لايس صح? وارفرين ومهبارين. لا احنا العكس مشي وارفن ومهبارين مع بعض. بعدين بنسحب ايش? وهبارين. ونخليه على وارفرين. قداش بالتراكب له ايش? بالآي ام او. صح? قداش تاركت على النار تبعنا? اثنين الى ثلاث. اثنين الى ثلاث. طيب لمدة قداش منخليه على وارفرين? طول عمره? طب. لمدة ثلاث السابيع. بعدين بعمله صح? بعدين اوقف الوارفرين? لا. بمشي عربعة سابيع. تمام? طيب بعد الاربعة سابيع اوقف الوارفرين? حسب. ايش? هو فعلا حسب. بس حسب شو? حسب لا. حسب التشاتس باس سكور تبعه. تشاتس باس سكور. اذا المريض جايب سكور عالي على التشاتس باس سكور ومحتاج انه نكمله على وارفرين. نكمل على وارفرين. كويس? اما اذا كان قليل. مش محتاج وارفرين خلص بعد الاربعة سابيع اللي هنبعد. يعني ثلاث قبل. اربعة بعد بعدين خلص ايش يجي معنا. ما تخفوش. هذا سكور احنا نحدد من خلاله. هل المريض بحاجة وارفرين? ولا بحاجة ما يخذش وارفرين? تمام? اوكي. اذا دائما ننطلع على المريض. هل هو استابل? اذا لا مش استابل. كيسي شوك? ولا كارديو ويرجي. كمان نرجع كمان شو يعني شو يعني استابل وشو يعني استابل وانستابل? انستابل يعني ضغط ونازل. انستابل يعني المريض كونفوز. يعني المريض ممكن يكون انستابل يعني المريض ايش? استابل. اذا كان المريض ايش استابل بس الحالي سؤال الثاني. هل المريض ايش بستخدم? او اذا كان المريض هارت فيلر بستخدم له دايجوكسن. اخوان دايجوكسن. اذا مريض عنده هارت فيلر زائد اي اف يساوي دايجوكسن. اوكي? هارت فيلر زائد اي اف مريض استابل. يساوي ايش? دايجوكسن. انستابل كارديو ويرجي. كمان? نسبة لا لسه على ريت كنترول ما ما حددنا لسه. حسا بعد هاي الخطوات كلها احنا من نطبق شات فاسكول. حسا جايين. كمان? اذا اعطينا مريض بيتا بوكرة او كالسومتر بوكرة او اذا هارت فيلر ايش انا دايجوكسن. اقول لي اذا كان يونج ايج بدي عمله ايش? ريزم كنترول مش ريت كنترول. قبل ما اعمل ريزم كنترول لازم اتأكد انه مريض اكيوت ولا كرونيك. اذا كان اكيوت بعمل ريزم كنترول فيش مشكلة. اذا كان كرونيك اكثر من ثمان وربعين ساعة بتأكد بالتي اي 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 او ايش بعمل؟ بطيئ انتكو اغلانت انيوايك. وبعدين بعمله ايش? كارديو فيرجن. ميديكال عن طريق ايش? هظه الادوية الاخوان والاش? والصوتالول ممكن كمان. حلو كلام؟ طيب بعد هيك ايش اخوان ممكننا نعمل? نا لسه ما كنقناش اخوان. هسه من هسه اخوان منشوف منطبق موضوع تمام؟ هاي المربع هاد لعندكم هون? هاد مربع موجود معاكم الكتاب إخوان. ايه. الاس اللي بتاخد نقطتين هاي. بتاخد نقطتين. هاي الثاني اللي بتاخد نقطة واحدة اذا كان العمر اكثر من 65. الاس الثاني اللي بتاخد نقطة واحدة بس هي عبارة عن ميل سكس أو عفوا ميل أو لا في ميل؟ ميل صح؟ تمام إذا ميل سكس يا إخوان هذول الميقاط كلهم نبالش نجمعهم إحنا ونشوف قداش المريض أخذ ميقاط إذا أخذ صفر ميقاط إذا ما في داعي أنا أمشيله تمام؟ إذا أخذ نقطتين إذا لازم أنا أمشيله إيش؟ وارفريد لمدة قداش والعمر قداش بخلي له آي نار؟ 2 إلى 3 يعني المريض اللي أنا مثله كارديو فيرجن وخليته على الوارفريين بعدها ما طبقت شاتفا سكور جاب أكثر من 2 خليل كان بطول عمره على الوارفريين لكن جاب أقل من 2 خلاص عادي هو كي سويا دائماً A-F مع شاتفا سكور عالي المفروض أنه آي ناره يكون خوق الفلحة عقبتنا 2 إلى 3 خوق 2 إلى 3 من 2 إلى 3 تمام؟ فخنشوف السؤال هذا شو رأيكم؟ خمسينيار أولاً حيpertensive patient present to the ER complaining of palpitation mild chest pain either palpitation chest pain and shortness of breath while taking a brief history he become confused and then suddenly unresponsive stat ECG shows irregular irregularity blood pressure 80-50 which of the following is the most appropriate next step in the management of this patient E-synchronized cardio virgin إخوان هذا المريض واشرةً إيش تشخيصه؟ A-F أول سؤال بسأله الحالي هل المريض stable or unstable? مش stable إذا شوف treatment Synchronized Synchronized cardio virgin شو الفرط بين آتريال Ohi والآتريال في بريلياشة 2 آتريال 2 يعتبرون من السوبرافنتريكلر الاريسمية شو يعني سوبرافنتريكلر يعني هاي الفنتريكال يا إخوان صار؟ سوبرافنتريكلر اللي هنا المصدر تبعه من فوق مش من المنتريك هاته ما ببغي المنتريك هالي انا بالاتريا. نسمهم سوكرا منتريك لابد اسميه. نحمي شوية حوية لحد ما باقي الشباكو دو ها. بتكون المشكلة بالبيوير. المشكلة بالبيوير. زي الاف. مثلا هم الاف بدل البيوير. صح? في حالة الاتري الفلاتر. شو الفرق بين اتري الفلاتر و اتري الفيبرلاتر. مش عالي اسي جي. بتلقلب نفسه شو بيعمل قاعد. فاهمينها انتم. احنا قلنا اتري الفيبرلاتر و هم في عندي ثلاثمائة ضربة بالدقيقة. صح? وبينزلن بشكل الريجولار عايوين. عالبنتك. صح؟ فلاك الفرق بينها. انه الاتريا و يا اخواني بينقبض ثلاثمائة ضربة بالدقيقة صح؟ بس ريجولار. تمام؟ ريجولار. وبس ينزلوا بينزلوا لي عالبنتك الريجولار. حل الكلام؟ فكيف بيعطوني؟ يعني هاي باسم حلو. طلعوا لي. هاي يا اخوان المربعات تاعت. هذا مربع. مربعين صح؟ ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. واتحات عندها؟ عضي واتحات عندها؟ كويس. هذول المربعات يا اخوان. المربعات يا اخوان. المربعات يا اخوان. لنحظ انه الاترياون اول اشي. انقبض اول انقباض. الثاني. الثالث. الرابع. وعطاني ايش. قو رإس؟ وراد دريجر ايش. P P P P £ 4 انقباضات. وقداني واحد عشوST qrs هذا قموو ما، أو قمو interessante؟ هو قمو ع Yunus قمو ع Fun اسميها أربعة إلى واحد سمعم وسط 1 2 3 Qrs akan وما نسميها؟ 3 1 مرات ممكن يعطيه؟ 1-2 QRS 1-2 QRS 1-2 QRS ما نسميها؟ 2-1 1 QRS 1 QRS كيف ننفرجها عن منظر بهذا السينس تاكي؟ منظر ما هو سينس تاكي؟ منظر ما هو سينس تاكي؟ يعني الهارت رئيس احسن طيب الهارت رئيس هاي تاكي كارديا اكثر من مين وهاديك اكثر من مين هيا رح تكون.. هيا ثلاثمية بلا ثلاثمية ثلاثمية لانه ايش؟ لانه كل فيوية بتعطيك واحدة كيوربس وعندك القاتل يوم بين بعض البرية ثلاثمية وهيك طيب وهي ثلاثمية تصير ايش؟ يا سلام عليك وإليك جئست السؤال وخربطونا القطعات اعطيه ما تبلكها شو بصير عندك؟ بتحول من واحد الى واحد شو بتحول بصير؟ بصير مثلا ثلاث لواحد او اربع لواحد او اسهل من بي تبلكر حبيبي ركز انت حكيت الكلمة وزبت تحكي مع شبت حالك علينا ليش؟ يعني عشان جاوب صح؟ اول مرة ما جاوب صح طب كويس ما تقوليش هكذا مرور طبع علي في اشي اسهل من انه نعطيه بي تبلكها؟ اسهل اسهل بدل ما تعطيه بي تبلكها عشان تحوله من واحد الواحد لاثنين الواحد الاثلاث الواحد شو ممكن تعمله؟ او مساج او مساج خليل عشان الشباب اللي يطلصوا بليكم خسه احنا قلنا الاثريوم بينقابض بشكل ارغولار الفنتريكل بينقابض بشكل ارغولار صح؟ هذا ايش سمناه؟ اثريوم في بريليشن في الاثيرل الفلتر الفكرة انه الاثريوم عنا بينقبض ثلاثمائة ضربة في الدقيقة ولكن الفرق بينها وبين الفلتر انه ضربات الاثريوم الاثريوم تمام؟ يعني الاثريوم فوق الاثين بنقبض بشكل منتظم وبينزل اللي النبضات تحت على المنتريكل منتظم فالفرق بين الاثريوم وبين الاثريوم الاثريوم بيطلع اول شيء الاثريوم هذا شو بدي يكون؟ الاثريوم رقم اثنين هداك في الاثريوم هذا شو فيه؟ بي ويف لكن البي ويف تقيه هذا الشكل اللي هو احنا يش بنسمي هذا الشكل؟ سو توث أبيرانس يعني زي السنان للنشطة او زي السنان للنشطة تمام؟ من شعر اه نعم من شعر تمام؟ لحنوا هي أشغلة بي بي بعدين كورس أعطاني أربعة بي كورس أربعة بي كورس لذا كان يعطيني هذا الأربع للواحد ديش الأعيس يكون عنده؟ مئة خمسة وسبعين لماذا؟ انو كل أربع مربعات كل واحد يوم مربع طبعا كل أربع مربعات يحي يعطيك كورس هذا 300 صح؟ القتنيا من 300 300 نبضة قاعدين كل الأربع ضربات فوق بيعطون دربة واحدة تحت إذا 300 على أربعة طيب أحيانا ممكن يكون ثلاث لواحد. حسب قديش نسبة البلوك وين على الابينون. عدة بيويل هاي واحدة ثنتين ثلاثة أربعة ما واحدك يورس. واحدة ثنتين ثلاثة أربعة ما واحدك يورس. كويس؟ طيب إذا ثلاث لواحد بدي يكون هار ثلاثة قديش؟ مئة. مئة. اثنين لواحد. مئة وخمسين. واحد لواحد. ثلاثمين. ثلاثمين. الواحد الواحد هاي الثلاثمين يبدي يكون بيكيو أرأس بيكيو أرأس بيكيو أرأس بيكيو أرأس صح؟ زيها زي ايش؟ زي الصينوس تاكيكاردة نفس الشي. عشان أنا أفرقهم. على طول بعمل المريض ايش؟ أو بعطيه بيتم بلكر زي ما حكى الدكتور. وقتها شو بيتحول من واحد لواحد. بيحول لثنين لواحد. لثلاث لواحد. لأربعة لواحد. متصير أوضح الصوت والتأبيرنس. مريض ايش؟ أتريالفلتر. إذا إجاك مريض أتريالفلتر. وكان هذا المريض انستابل. احش نعمله؟ انستابل. لسا تفكروا يا اخوان. كارديو فيرجن. احكي روسي. لا تحكيش روسي. احكي عربي. احكي انكليزي. اطلعوا لي من جوا الروسي يا اخوان. طيب طلع. احنا نعمل كارديو فيرجن. ركزوا معاي. كارديو فيرجن. تقضي هي صدمتك. سينكرونايز ولا اسينكرونايز. اسينكرونايز. حسن. سينكرونايز ولا اسينكرونايز. ليش سينكرونايز. اقبلوا فيه عرويف عندنا. طالما في عرويف اخوان تعتو سينكرونايز. ماشي ليش؟ لا انه حدو ان اعطيت اسينكرونايز شو بصير. سينكرونايز رسميه. سينكرونايز عندهم. تمام. فاطلعوا هنا على الفترة يخوان تريك من تبعه وتبع الايه في نفس الشي. بس هنا الفكرة انه ما في عندك ريت كنترول. كل ريت كنترول. كل الريتم اصلا كنترول. فعشان هيك المريض هاده ممكن انك تعرجه. اذا كان انستابل نعطيه كارديو فيرجن. اذا كان المريض استابل ايش بنعمله? نعطيه ايش? ريت كنترول اللي هي بلوكار كالسوم بلوكار. ماشي? بس ببصر. تمام? غير هيك اخوان في عنا اشي بنسميه مات. تعيش. مات يعني ام ذروب. يعني ايش? ام. شو العربي? طلعوا ليه اخوان. انفكي انطرد شاي او? ابرلا. قاليこ مثلا الريفم اريفم. فضرrei ما احوانيو؟ واتباع اريفم. اريفم اريجولار اريف واتباع اريفم. إريجولار اريفRR اريفم. اريف عن اريف KuR? اريف ج весь. اريف citrah يوافع يوافع. إريف شاي ا هناك شيء اريف probe. سشرなる. اريفatri اي واتباع اريف. اذا ممكن ان يكون ايف مستخدمي. اي احد حتى الهساء. ُفي B wave؟ في موجودة، إذاً مش A-F في الـ-A-F شو تكون فيه؟ F-Y مجدًا طيب، نفتح على الـ B wave يا أخوان إذا دمتًا تلاحظ الـ B wave به شكل هؤflows لا نحظ شكل هؤ��다 لاعّظ شكل الـ P wave كتعة شكل الـ P wave هذا شكل الـ P wave هذا وهي الشكل هاتف Lacan هاي شكل هاتف neon هاي شكل اليـــ太 هاي شكل هاتف هل محل بهم بعض؟ لا هذا هو ما يسمى بالمالتي فوكل أكثر من فوكس في الأتريم في الأتريم قاعدة بتطلع لنا كل فوكس بتطلع إمبالس لحالها. إذن عندنا هون يا أخوان هذا القلب الرسمي اللي زهقتوني أبوها. طلعي. هذا يا أخوان القلب هون. قلنا هون الأسئلة ومفروض لو بطلع البي ويجل الشكل هالنوع من الطبيعي هيك صح؟ طيب. شو بتصير بالمالتي فوكل أكثر يا تكار دي أنه عندي هاي فوكس 2-3-4-6-6-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 وصلت الفكرة؟ هذا اسمه ملتي فوكل أتريال تكيكارديا. يعني في عندي أكثر من فوكس بتطللي لي إيش؟ البي ويف. فالبي ويف بتطلع لي شكلها مختلف في كل مرة عن إيش؟ في كل نبضة شكلها بيختلف عن إثناني. وبيطلع الإيسي جي إيش؟ الريجولر لأنه النبضة هاي أسرع من هاي الكهنة هاي أقطع مثلا هاي أسرع فأعطتني نبضة مختلفة تماما عن التايميج يعني. وصلت الفكرة يا إخوان هؤلاء الصباح؟ واضحة؟ نجد إيش؟ على البي ويف. حس البي ويف أنت ما بتحكي لي البي ويف حسما في عندك ثلاث أشكال مختلفة على الاقل من البي ويف. قلص انسى البي و المنال والبي مايترال هذا كل ما بتقرشت. هذه المدى التضلع عليهم؟ تتطلع عليهم لماذا تتطلع لما تكونوا أصلا مشبهو بعض في كل النبضة تشبه هاي تشبه هاي تشبه هاي تشبه هاي تشبه هاي. يعني كان كلهم طلعت من الاسين ووقتها تصدق تقولوا هاي او بي مايترال هاي بي موبرمونال هاي نورمل هاي مش نورمل تمام لكن لما يكون عندك ثلاث اشكال مختلفة على الاقل من البي ويفز منسميها ايش منتي فوكل اتريال تاكيكارديا اخوان المنتي فوكل اتريال تاكيكارديا هون في عندي الانتري باثويب موجودة بالاتريال تمام لكن الفوكس تبع البي ويف هي فكرة من الفوكس اللي طلعت البي ويف في كل نبضة كانت مختلفة عن الثانية عشان هيك البي ويف طليع شكلها مختلف لكل مرة إنتبه او لا لن؟ لا لن هاي طبعا بالعادي يخوان بتصير عند الناس اللي عندهم هاي بوكسي الناس اللي عندهم مثلا متفقتنا بالإي سي جي هاي اتليست على الاقل ثرية ديفرنت بي ويفز والهار تريت بدي يكون ايش اكثر من مية ليش؟ لا انها اسمها تاكيكارديا اسمها تاكيكارديا طبعاً كتريتمنت يخوان نفس التريتمنت تبع الاف ولكن بالعادي احنا منبعد عن البيتابلوكارز ليش؟ لانه على اغلب السبب تبعها هيبوكسيا فعال اغلب السبب تبعها البيتابلوكارز البيتابلوكارز يعني نتركز اكثر باتجاه يش؟ كالسون شخص واذا كان هارطفيلة داجوكسن ممكن تستخدم حلو كلام؟ طيب الدكتوري عند سيد الدقافل البيتابلوكارز انسابل كاردوكارز واشرة ورات كونترول ورات كونترول نفس الشي ولكن باعب عن ايش؟ عن البيتابلوكار مش دائما ممكن نعطي سيكتر فيتابلوكار هاي هاش يخوان اقرؤونا هاي الاسي جي ريجولار مربعين انا بشوف مربعين اكبر اذا بداش الريت 150 وراتجولار نطلع بعدين عن الهيش؟ مش اكسسد فياشن انه هاد ستربريثم مش كتول بي تي سي جي طلعولي على الوابس بي بي واب؟ أنا شاك انه فيه كيو ار اس تي كيو ار اس تي كيو ار اس تي يعني هي فعليا هاي اخوان من هون بتبدش الواب كيو ار اس تي بس كيو ار اس تي لا هاي تي هاي تي هاي تي طلعوا علي اخوان دائما لما تتطلع تلاقي في عنا تكي كارديا ار اس اشمال هون نارو كيو ار اس طيب اذا ابسنت بي ويف ما في بي ويف وريجولار ونارو كيو ار اس شو يساوي اس بي تي اذا الاس بي تي اخوان على اس جي ثلاث شغلات ريجولار نارو كيو ار اس و وابسنت بي ويف وطبعا تكي كارديا اكيد تمام طيب لو لقناها ريجولار ولقناها ابسنت بي ويف نفس الشي وتكي كارديا نفس الشي بس انه واي دي كيو ار اس هاي صار تكي كارديا تمام وفي بعض الحالات زي ما حكينا زي لبعتنا اليوم على الاسئلة اللي هو كان المريض عنده وي دي كيو ار اس ريجولار تكي كارديا وابسنت بي ويف بس ال كيو ار اس تبعته كيف جايه جايه ام شيء يعني هو فعليا اس بي تي و لكن الويد كيو ار اس كان سببها انه فيه بندل برونشي بلوك يعني احيانا يا اخوان الاس بي تي و الفنترولار تكي كارديا قلنا الفرق الوحيد بين وجوه هو ويد كيو ار اس طيب اذا كانت الوايد كيو ار اس سببها ثاني مثلا كان عنده بندل برونش بلوك او المريض كان عنده وولف باركنسون وايت ويجاب اس بي تي تيجي بتشبه الفنترولار تكي كارديا شبهها حلو كلام عشان هيك هاي هاي بعض ال بعض حتى بعض الكارديولوجيست صعب ان يفرق بينهم الكارديولوجيست ممكن مرات ما يفرق بينهم في ست نقاط اساسية حتى اني افرق بينهم في اكثر هو فعليا بس الشغل السي ست نقاط عشان انا افرق بين اس بي تي نسميها اس بي تي واذ ابرانسي اس بي تي ما وايد كارس افرقها عن البي تاك مش مطلوبات منكو المطلوب منكو يعني شغلات خلينا نقول ابصط تمام فاذا تلاحظوا نحط لك اس بي تي تتساوي ريجولا نورك كارس هارتريت اكثر من مئة وثمانية يوجولي لكن ممكن يكون فوق المئة وخمسين تعتبره لك اه طبعا اخوان هيبوكاليميا هيبرثيروديزم اكسسي بالكوهول واحد اجابي كيف التريتمنت؟ طبعا اخوان دائما في حالات الاس بي تي لازم نمشي على رفن معين اول اشي منبلش فيه رقم واحد نسأل حالنا سؤال هل المريض ستيبل اذا نو شو ما نقول دي سي كاردوفير دي سي كاردوفير دي سي كاردوفير سينكرونايز ليش سينكرونايز طيب اذا كان المريض ستيبل شو بنعمل هون بدنا نبلش نحافظه نزبط له الرسم تمام كيف بنبلش نعلم؟ رقم واحد بنبلش عنده ايش؟ اللي هو ايش 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 هذا العصب رقم عشرة من كم هم العصاب 12 12 زوج طيب العصب العاشر اللي هو العصب الحائر بنسميه او هذا شو مهمته بالحياة؟ هو هذا اطول العصب تقريباً صح؟ اطول عصب بيحمل هي فعلياً يعني المفروض ان هاي ضربات القلب اللي هي المسؤولة عن الحالة بس في عنا السيمباتاتيك نيربا السيستم ها مسؤولة عن الفايت اند فلايت هذا انت لما تكون خايف تتوسع حدقة العين عندك تصير تتعرض ونقف عمليات الهضم كاملة وصلت تاكيكارديا نفس السريع هاي كل هايش؟ سيمباتاتيك نيربا السيستم لكن البارا سيمباتيك نيربا السيستم اللي هي الريست انت دايجست بسموها لما انت تقوم مرتاح الرست تلاقي عندك ايش؟ البيوبل مش دايليتد ما في تعرق الديجيشن والهضم كله شغال عندك الامور تمام بتلاقي عندك الهارت ريت هادي مشتك الكارديا هذا اللي مسؤول عنه ايش؟ البراسيمباتاتيك البراسيمباتاتيك فايبرز يخوان هاي الفايبرز اللي بتنزل من فوق من الدمار مباشرة عن طريق الفيغا سنيرب تغذيه للقلب والجهاز الحظمي ومعظم الاعضاء الموجودة هنا ها؟ فهي غذيه للقلب شو بتعمل المفروض؟ ردي ردي كاردي تقلل الهارت ريت فاحنا ممكن نستفيد منها في حال الاس بي تي هذا المريض عنده عنده الهارت ريت قديش؟ مئة وخمسين طب فعليا انا اذا حفزت الفيغا سنيرب خليت الفيغا سنيرب يشتغل رح يهبط لي ايش؟ ضربت القلب صح؟ ورح تفك هاي اس بيكي ويرجع سينسر كيف بدنا نحفز الفيغا سنيرب؟ موفين لا كاردي مساج طيب شو كيف الكاردي مساج بحشب؟ يخوان هذا الكاردي ارتي حلو الكلام؟ هذا اللي احنا بنضغط عليه هون بالكاردي مساج كاردي ارتي حلو؟ الكاردي ارتي يا اخوان ربنا خلقنا فيه هون حساسات حساسات ريسيبترز شو نسميهم؟ بارو ريسيبترز شو يعني بارو ريسيبترز؟ للضغط من باروميتر صح؟ بارو ريسيبترز حساسات للضغط موجودة في الكاردي موجودة في اليورتا موجودة في نفس الهارت في الفنتريك تمام؟ شو وظيفة البارو ريسيبترز؟ وين ما شافت الضغط عالي؟ شو بتقوم بتودي اشارة لوين؟ للبراين بتقوله يا عم انضغط عندي عالي شو لازم نعمل؟ تضون البراين شو لحفز ايش؟ بروح بعمل برادي الكارديا و وصل فمريضنا هذا اللي هو الاس بي تي انت لما تيجي تضغطه على البرو ريسيبترز انت حفزت البيغاس نير هاي واحد صح؟ إذا نعمله كارتد مساج طب قبل ما اعمل انا كارتد مساج فيش لازم ان تبهلها زي شو؟ بجيب السماعة بقلبها السماعة لها جهتين بل ودايفرام الدايفرام اللي هو ايش؟ الجهة المسططحة الكبيرة والثاني الجهة الثانية شو نسميها؟ بل الجرس منقلبها على الجرس على البل مش مثل الصغار لا الصغار انهم كمان سماعة اصغر فيها داييفرام وفيها بل البل مش للصغار لا البل يا اخوان له شكلات معينة نسمعها طلع عليه في البل منسمع وين فوق كارتد آر تلكون اذا كان فيه بروي يعني هذا فيه أثيروس كلورسس هون مسكر اه؟ ممنوع اعمل ايش؟ كارتد مساج عديها تسكيب هاي وتنقش عن الفاك اه تسمع بروي زي صوت الميرمار نفس الميرمار تمام؟ زي صوت زي صوت هو فعليا هذا الدم اللي يماشي المفروض اذا اللوم صحيحة وكويسة المسورة اللي يماشية يكون كويس المفروض انه ما يطلع صوت وصل لكن لما يكون فيه اشي زي ما طب عامله راح يصير يلف الدم بالمكان معين ويمشي ويملك صوت صوت زي صوت خرير المي وصل هذا اللي احنا منسميه هون بروي لما يكون بسبب تضيق او مشاكل بالفالبس باللي هن الصمابات القلب نسميه ميرمار صوت الميرمار تمام؟ اوكي طيب اذا يا اخوان هون بروي سيبترز احنا ضغطنا عشان هيك مرات تلاقي واحد بحلق جاعة بحلق الددنه ويقولك كنت احلق الددنه هيك فجأة وقعته غيبت ليش؟ لانه حفز بروي سيبترز مرات بكونوا هاي برسنسيتف هون الحسيزات زيادة وصلت؟ تمام اذا اخوان هاي بيجا المنوفر غير هاي بيجا المنوفر ثاني شو ممكن تساوي؟ هو فعليا تزالج على جبنيته ممكن او تخليه يقرب ثلج الماء البارده او الثلج البارد هون ممكن يحفز البايجا سنير شو كمان ممكن يحفز بيجا سنير والظالبا مانوفر يا اخوان عبارة عن ايش؟ عبارة عن انه المريض يزيد يزيد الضغط داخل الثوراكس عن طريق ايش؟ عنطريق انه يمسك شغله وينفخ فيها تمام بس بدي وفخ بقوة يزيد البرشن هون زاد الضغط هون برضو بحفز للبارل سيبترز وبلش ايش ايش طيب لنفرض احنا عملنا باقي الستيميليشن لهذا المريض ولساته المريض اسفتي ما فكش ايش الخطوة الثانية اللي احنا ممكن نعملها ادنسين نعطيه ادنسين ادنسين ستة اتناعش اتناعش ميلي جرام يعني لو نتلج ستة بعدين نعطي اتناعش بعدين نعطي اتناعش حسنا اذا استجاب اول مرة خلص على الستة بكل كيف نعطيها يعني انا بس احب بالسرنجة لا نسحب بالسرنجة ستة حلو كلام مراكبين كانوا لا تويل كانوا صح الها مدخلين مدخل عليه هاي الستة بنخطهم والمدخل الثانية شفي عليه السرنجة يكون فيه لا مش اتناعش اتناعش لا سرنج بكون فيه عشرة سيسي مثلا نور مصالحي شو الهدف منه اخوان الادنسين الهاف لايف تبعه قديش ست ثواني لحد اتناعش ثاني بالكثير حلو بتحطم بالانزيمات ركز معي بحكيش مهمة ليش ايش هي ايش هي اول مرة هذو ديجاول يا صنعك صح طيب طلعوا علي الادنسين اخوان الهاف لايف تبعه قديش ست ثواني يعني مجرد ما انت حطيته بالايذ لسه لهون وصل شو بصير فيه الانزيمات وقدنا بتحط من وسفتنا من احنا بدناها يوصل القلب شانك شو منسوي الستة هذول نعطيهم بوش سريع ونعطي وراهن ايش انت ماسك تعطي وممرض معك ماسك من الجهة الثانية انت خلصت من المرض بلش مباشرة بعمل بوش فلش نسوي نرفع ايد الميد للفوق منسرع اه منحاول نحطه على اليساوي وكون الكانولا على على ذي الرئيسي ما منحطه هون مثلا طيب وصلت هاي الادنسين للقلب المفروض انه يوقف لك كم ستة اثناش طافنا احنا بلشنا ستة مبقئيا تمام اعطينا الستة هالسا مفروض هذا شو يعمل يطفي لك القلب وشكله بالعربي يعني بوقف لك القلب ويعيد لك تنظيم الكهربا تبعية القلب ومرة ثاني بيرجع القلب يشتغل ايش ساين اصرفهم طيب اذا اول مرة على الستة هاي ما استجابش منعيد نفس العملية بس بدل معطي ستة شو نعقي مرة هاي اثناش منجيب اثناش ميلي جرام منحطهم نفس الشي ونحط عشرة سي سي نورمان صلاحي نعقيهم ونعطي بوش وراه ونرفع ايد المريض وبتراقبه المريض شوائد فت مفكش مفكش جرد ثالث مرة بايش كمان اثناش ميلي جرام اذا جربنا ستة اثناش اثناش مريضة ما زبط لهم والمارد ديسي شكلة كان انستابل اخوان هون ستابل رقم ثلاث اخوان هون شو مره بنعطي بنا نعطي اشي يشتغل هون على الابينود يوقفها لانه الامبلس النازل من هون وكل ينقعد بانزل متحت شو نشتغل شو نعطي الفيراقاميل اخوان هاي الحالة بيقلل الكندكشن من هون بمنع الامبلس اللي هنين المية وثمانين هوا ينزل متحت فبيقلل الهار تريت وبيفيد نو بوقف من الاس بيتي وصلت فكرة طب ليش ما بنعطي طوالي ليش ما بنعطي طوالي هو ليش تعطي طوالي طالما في عندك اشي اسرع طالما انت بتقدر ما تبلش فيغال مانوفر بالبداية بدون ما تعطي ادوية اصلا ليش تنطي على الاس بيتي طالما تعطي الاس بيتي مباشرة يفكلك الاس بيتي ليش تنطي على الاس بيتي سؤال اذا انه فاشلنا كل التقوات وعدنا الاخيرة بس هو يخوان يعني يزبط تزبط لكن انت ما اشتغلت بشكل علمي المفروض ان انا اشتغل بشكل علمي صحيح ليش لانه انت بدك تجنب المريض تبعك بدك يتجنب المريض تبعك اي اشي داعي بدك يتجنب المريض تبعك اي اشي يعني بالبداية احنا نبلش كروت المساج ليش عشان ما نتطرش نعطيه دوا اصلا يعني هي في احنا نبلش اخوان دائما بالطب تبلش باي اشي يكون ايش اقل ممكن يكون هايبوتنشن هايبوتنشن هذا انستابل بالدوكارديو فيرجن طيب ما استفادش دكتور بعد فيروف لا بجيد طلعوا علي يا اخوان تسألكوا سؤال ثاني اهم من هذا السؤال انت تتخيل لي يا قاعد هاي سؤال لنفرض دائما تعمل مشاكل جدا طيب لنفرض العزيم السيم كان كنتر اندكيتد زي الازمة بالازمة يا اخوان كنتر اندكيتد صح؟ اذا دائما ننتبهوا لانه السؤال دائما تيجي كلمة آزمة هيك على الطرف ولحالها ومش مبينة بقول لك مثلا والله 25 نيروت ازماتك بيشنت اجا عنا بي اسي جي هالكت هيك فانت بتزمى تنسى كلمة آزمة وتبلش بالي اسي جي او والله اسي جربنا معه فيق المنوفر قل لكم وزبطة ايش؟ شو انك سيستب؟ نط انتائش؟ ادينوسين هيك علمنا الدكتور امجر وناس انه كلمة آزمة فوق يا اخوان انتبهوا دائما هاي اللي تلك الكثير بجيبوها ماشي؟ ازماتك ممنوع تعطي ادينوسين هاي تنشين يا اخوان ديس وشو الم Latif ليش؟ يطالما الحد فى احسن بهيك حال لله احسن بهيك حاليちは فعليا نفس البيتابلكهر علميًا نفس الشي تقريبا لكن البيتابلك احسن بهيك حالي يعتبر أفضل ماشي يخوان هسا نيجي على السؤال بحكينا هون ثمانية وستين year old patient comes to the emergency department complaining of ديزنيا عندو ديزنيا on exam شو ديزنيا والاقزام his vital shows vital shows heart rate 60. تكيكارد. 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 قبل الادينوسين ما تقول انت ادينوسين فعليا نقول فيج المنوفر ما القينا هاش شو حاطلك هون دايجوكسين بي او اي بي دايجوكسين فورسمايد دايجوكسين والفارين هو لا طبعا ادينوسين لانه فيج المنوفر شو موجود ديزنيا او قللك فيج المنوفر المفروض هي الفيرسطين فيج المنوفر اوكي طيب هاي اللي بنترك لنا فيكيكارد يا اخوان زي ما انتم لاحظين هون نفس الاسفت شو بتفاقي عنه اسفتي هاي واي بكيوارس اثنتين ريجولار اثنتين ما عنديش بيويف اثنتين ايه ما فيش بيويف بس الفكرة وين عن اسي جيب انه هاي واي بكيوارس يعني كيوارس اكثر من ثلاث اكثر من ثلاث مربعات كبار وما في بيويف اذا هاي جسمناها من تكيكارد يا اخوان المفروض انه زي ما انتم شايفين لاحظ هون حاطلك ريجولار وايد اكثر من مئة وعشرين ميلي سكند يعني اكثر من ثلاث مربعات صغيرة ما في بيويف وما في حتى تيويف بس بس حيلا ذيك اللي فوق ممكن نشوفها زيها زي تيويف مرة اوكي طيب الريت بدي يكون بالعادة من مئة واربعين لامتين لكن اكثر من مئة خلص هذا يعتبر تكيكارد يا اخوان عشان افرقوا بين الاس بي تي وث ابرانسي وعشان افرقنا بين البي تاك قلنا فيه نقاط كتير صح قلنا الستة اساسيات وفيه لعنهم من الشرعات الاساسية مراك بطلع عندي كابتشور بيت يعني فجأة هون بنص البي تاك طلع عندي بي كيو ار اس تي كامبي وبعدين كملت في تاك هاي شو نسميها كابتشور بيت اه في حالة البي تاك يا اخوان بصير عندهم ايش اكستريم اكسس دي في حالة ايش بصير كمان اي بي دي سوشيييشن يعني الاتريم والذنتريكل ما في بينهم انتبار دي سوشيياتي كل واحد اللقبات تتوقعوا لحاك تمام؟ وطبعا البي تاك يا اخوان منقسمها لنوعين نوع منسميه مولومورفك زي هذا النوع اللي قدامكم هذا ايش بنسميه مولومورفك ليش؟ لانه كلهم مشكل واحد صح؟ طب وين البوليمورفك زي هاي هاي يخوان هاي فيتاك بس بوليمورفك هاي اللي بنسميها تورسادي دي بوينتز تي دي تي تورسادي دي بوينتز او توستينج بوينتز رح نحكي عنها هسا طيب نجع على تريتمنت يخوان الفنتريكولارتكي كارديا شو اذا كان ايجاب واحد شو بتسأل اول سؤال هل هو ستابل ولا مش ستابل طب اذا كان مش ستابل شو بنعمل لول؟ كاردو فيرجان سينكرونايز دول أسينكرونايز؟ ليش؟ طب واذا اعطيته أسينكرونايز؟ ما تبقى؟ ما يصير عنده؟ منتريكولارتكي كارديا، ما هو اصلا في منتريكولارتكي كارديا ياخوان هون تيتر تطيقى سينكرونايز؟ طيب واذا كان ستابل ايش؟ اذا اعطيته ما ستابل؟ ما ستابل؟ مفروز بوك طيب اذا كان المريض ستابل يخوان نستخدم اميدارون، ليدوكاين، بروكاين، وانتريثميك ايجنتز تمام؟ نستخدمه بالفنتريكولارتكي طيب شايفين هاي التورسادي دي بوينتز اخوان؟ اذا تتذكر قبل شوي لما حكينا عن كيو تي سندروم، لونج كيو تي سندروم صح؟ لونج كيو تي، شو بتعمل قلنا صدن دي، ليش؟ لانها بتتحول لهاي الناس اللي عندهم يا اخوان لونج كيو تي سندروم، ممكن باي لحظة يصير عنده هاي الارثمية نفسها اللي موجودة هون، اللي هي من سمعته سادي بوينتز او تويستين بوينتز، ماشي؟ يصير عندهم ايش؟ صادن دي، فجأة يموتوا، مش مروح، يموتوا، ماشي مروح، يموتوا، صدف رجيكو بشكلة، لا متخفوش، مش هادوا، تعمعي، هاي يشمالها هاي اللي حطينا الشريط هاد احنا يشماله، صح؟ هاي تشبه الاسي جي هاي كيف؟ ملتوية كيف، طيب، خلينا نترجيك، من، يا اخوان طلعوا لي، طلعوا لي، خاص، انت اكتبت لاحقا، التوستد يا اخوان هاي، انتو من بعدين كيف شفتوها؟ مش شفتوها هاي؟ من بعدين، من اتجاه واحد، نشوفها هاي، الجهة ضيقة، هاي، جهة هون انتو شايفينها ضيقة صح؟ وجهة واسعة صح؟ وهي هاي الجهة الضيقة، هاي المنطقة اللي فيها تويستنج الملوية، وهي نطلع المنطقة الملوية صح؟ طيب، لو جيت عسمة اسي جي جواها، يعني الـ QRS مرة بتعلى مرة تنزل، مرة بتعلى مرة تنزل، هاي نسميها هاي اخوان تويستنج، تتلاحظ هاي اسي جي، هاي نزلت هاي، نزلت وردت ترفعات ونزلت، ترفعات ونزلت، صح؟ هاي هي إخواني الـ Polymorphic ventricular tachycardia. إيش؟ Polymorphic متعددة المورفزم، متعددة الشكل، مورفك شكل، مورفزم شكل. Polymorphic متعددة، نغسر فيها اكثر من شكل لـ QRS. Polymorphic إيش؟ ventricular tachycardia، هاي من انواع ventricular tachycardia، اللي منسميها إيش؟ ترسادي ديبويتس، ليش بتصير؟ لأنه المريض عنده Long QT syndrome، صح؟ ليش بصير Long QT syndrome؟ لأنه المريض هايبوكالسيميا، هايبوكاليميا، هايبوثيرميا، هايبوهايبوهايبو، أو ماشي على Antibiotic، على Antiarhythmia، على Antipsychotic drugs، أو إيش عنده Roman Ward syndrome، أو عنده إيش؟ أم آي، أو عنده صبرك نويد همرج، هذول الأسباب إخواني اللي بالجدول عندك، شفتوهم؟ هذول أسباب Long QT syndrome، واحد عنده Long QT syndrome، بمشي عليه، بصير عنده إيش؟ ممكن ترسادي ديبويتس، عشان هيك، مين فيكو سمع مرة من الدكاترا؟ حتى قل له ممنوع الدكتور تمشي اليرفين مع الآيثرومايسين، مين سمعها؟ هايو المرة من العرفة، طب كوي، سندقات ركوشة حاليا، طلع عليك، الـ Antihistamine، والـ Antibiotic Erythromycin، هذول الأثنين بيعمل Long QT syndrome، صح؟ إذا أنا مشيتهم مع بعض ريسك، إنه المريض ممكن ترسادي ديبويتس، بتصيره؟ تصيره، خصوصاً لو كان المريض أصلاً عنده Long QT syndrome، دن؟ لا، ما دنش، يعني الأسباب هذول الأخواني اللي موجودات بالصفحة اللي بعدها شفتوهم، اللي بالمربع، أي سبب من هذول ممكن يعمل Long QT syndrome، إذا المريض صار عنده، واحد من هذول الأسباب، القيوتي انتربال بتطول، بس تطول القيوتي انتربال بأي لحظة المريض، شو ممكن يصير عنده؟ هذا الأثن، وإذا صار هذا الأثن، شو بصير عنده؟ Unstable death، بموت، كويس؟ وإحنا وقتها لازم أننا نعاني، نجد لحظة، يا ميجان الناس MI، تمام؟ بعد ما دخلنا عطناها اسبرين والمونة بي ثرة بكلها عطنايها، وفجأة يصير عندها بي تاك بي فيب، مثلا، ومثلا، ومثلا، بعدين يصير إيش؟ تورسادي دي بوينتس، تصير، تمام؟ تمام؟ ركزوا معي الشكلة هاي، ركزوا معي، يا أخوان، كل الأريثمية risk of sudden death، أو خنقول almost يعني تقريبا، كل أنواع الأريثمية، الخصوصا، لما يكون في واحد عنده مثلا واحد زي هيك، يكون هلول يا أخوان risk of sudden death، ماشي؟ عشان هيك أنت دائما تسأل حالك، هل مريض stable ولا unstable؟ ليش؟ عشان إذا كان unstable مباشرة، ما كانت الأرثمية؟ بيسي شوك؟ في R-Ware، تعطي إيش؟ سينكرونيز، إذا كنت R-Ware، تعطي إيش؟ هل سينكرونيز؟ بيسي شوك، كيف تكون الدوز؟ الدوز، هسا فعليا مثلا، في حالة الـ AF، تبدلش بدوز 50 جول، 50، 75% مثلا، مثلا، زي هيك، تمام؟ في حالة fibrillation مثلا، تبدلش 150 أو 200، طيب، يخوان، طلعوا لي على السؤال هاد، تبدل في حالات ببالش فيها على الكامل؟ والله فيها، أنا بالـ CBR بالنسبة لي، ببلش 200، ببلش 200، ببعطيه مباشرة، رضي سيشوق، خصوصا لو كان مثلا، واحد أم آي، ثلو بيجون زيك، أم آي، صار عنده فibrillation. مباشرة، بعطي 200 جول، خلاص على طول، يرجع، تمام؟ بعدها، نمشي على أنت أرثمية، مثلا، أو شيء اللي يمنع الأرثمية الجاية، مباشرة، بحقية، ثلاثة ستينيارة، أرثمية، عنده أرثمية، وماشي على أنت أرثميك درق، أنت أرثميك اللي بتعمل لونقلوتي سندروم، بقولنا صاح؟ طيب، واز ايدنتفايد، وذ، وزيستد، كيو آرس كومبليكسس، وقلّك تجواب، لحاله، وقلّك الجواب، توستد يعني ملوي، زي اللوي هادل قلنا، توستد ملوي، تمام؟ أي شيء، أشياء؟ توسادة دي بوينت، الجواب، what is the event identified as؟ أيش إحنا منسمي هذا الـ event؟ منسميه توسادة دي بوينت، توسادة دي بوينت أو توستنج بوينت، نفس الاسم، توسادة دي بوينت أو توستنج بوينت، تمام؟ طيب، هذول يا خوان بسبب قلنا لونقلوتي سندروم، ودائما التريتمنت تبعه، إذا كان المريض مباشر تسأل حالك، هل مريض مباشر أم مش مباشر؟ مريض مباشر؟ مريض مباشر.. مريض مباشر، هم بدك تعطيه الدوء المناسب، إذا، الدوء المناسب، في هاي حاله، هو مجنيسيوم سولات، مجنيسيوم سالفات، أوكي، طبعا، دائماً نقرقت للادالين كوز، واحد كان عنده هيبو كليمية، زبط لهايبو كليمية، هيبوثيرمية ذفيه، ام اي عالجل الام اي وهكذا. تمام؟ طيب. عنا كمان البي بي سيز. ايش البي بي سيز؟ البي بي سيز. او الاكتوبك بيت. اكتوبك بيت. يخوان طلعوا لي على على الاسي جي هذا. لسه معانا شوي. نكمل هاي و بعدين. اي 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 ا هادا الريجولار لكن ريجولار الريجولار ليش لإنه كل سنتين مع بعض عضل صنتين مع بعض صح 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 يعني المسافة اللي من هون لهون لا تساوي المسافة اللي من هون الهون إذاً شو فارلا لكن بما إنه كل سنتين متجمعات مع بعضا إنه يطلق علي ماشي اذاً إيش هستنسامهم الريجولار I irregularity 一بعال طيب Cong Learntaek كما تجد؟؟ بدنا نأخذ appe謎ه 30 الملقعي ثلاثة أربعة خمسةป ٧٥ ١٧٦۶ ١٠١٨ ۲٧ ١٦٢٦ ١١٪ ٥٠٩ ۳٥٢٠ ثلاثة أربعة ١٪٢ٖ٦ لذلك هيك. هيك ثلاثين. بدك كمان مربعين. نفرض انه خطة ظل مربعين ولسه مجاش كمان. شو بنعمل؟ من نعد كمي كوراس هاي واحد اثنين ثلاث أربعة حس ستة سبعة ثمانية. قداش هارتريت؟ ثمانين. ثمانين في عشرة اذا ثمانين. صح؟ هارتريت ثمانين. طيب نطلع على الانترفل. فيه بي ويب؟ هاي بي ويب. صح؟ هاي بي ويب. بس البي ويب موجودة بالكوراس ورعه الكوراس الصغيرة هاي. بعدين تي. هاي الكوراس الكبيرة اذا متلاحظ مافي اخر مش لاها كفير صح؟ se متلاحظ للكوراس الكبيرة يا اخوان مافي وراها pouي ويب صح؟ اذا انا فعليا في عندي هاي بي بي كوراس تي. صح؟ وفي وراها بس كوراس وتي انفرت جاي. شكلوا ليها مصدر ثاني. كيف انا عرفت انها ليها مصدر ثاني؟ مبدئياً هاي البي ويف طلعت لكيو أرأس طلعت هاي سينوس هاي طالع من السينوس من الأس ينود صح؟ لأنه فيه بي ويف فيه كيو أرأس طبيعية وفيه تي ويف صح؟ طيب الثاني هاي من وين جاي؟ ما فيهاش بي ويف إذا هاي مش من فوق هاي من الفنترق خصوصاً إنه وائد كيو أرأس طالع لكيو أرأس إيه؟ وائد والتي ويف انفرتد معناته هاي جاي من تحت بالعكس يعني بكون في مصدر بكون في مصدر آخر للبيت يعني هاي القلب القسمي اللي قلتنا اهوها طلع أول امبلس طلعت من وين؟ من السينوس انتشرت وعطتني بي ويف وانتشرت تحت وعطتني ايش؟ كيو أرأس طبيعي بعدها ايجي الامبلس من هون لحالة طلعت هاي وعملة ايش؟ كيو أرأس تي لحالة إذا طلعت عندي واحدة هون وواحدة من هون وصلت فكرة؟ هاي شو منسميها؟ اكتبك بيت اكتبك خارجي اكتبك خارج الأسينوت وصلت؟ الكل في عمل اكتبك بيت يا اخوان؟ اكتبك بيت اكسترا سيستول بي في سي بي في سي نفس الشي كلها نفس التسمير نفس التسميرها نفس الشكل اه لما يقولك بي في سي يعني بريماتور بنتركولا كونتراكشن يعني هذا البنت هي كالنطبط بريماتور لي قبل أوامه فعليا قبل ما تيجيهم بلس من فوق صلاح؟ اكتبك بيت يعني خارجية هي نفسها تمام؟ اكستر سيستول يعني في عندي سيستول زيادة في عندي انقباض هون زيادة بجانب من وين؟ مش من الاسئيل هون هذا؟ من اللي هي السورس تموع بدي يكون من تحت تمام؟ طيب لاحظ اللي شكلة اخوان اذا منلاحظ هون مرة ثانية نمسح منلاحظ انه واحدة نورمل واحدة أبنورمل صح؟ واحدة نورمل واحدة أبنورمل احيانا ممكن تيجيك ثنتين نورمل واحدة أبنورمل ثنتين نورمل واحدة أبنورمل مرة بيجيك ثلاثة نورمل واحدة أبنورمل ثلاثة نورمل واحدة أبنورمل مرة بيجيك واحدين ثلاثة أربعة نورمل والخمسة أبنورمل أربعة نورمل والخمسة ايش؟ أبنورمل ماذا نسمي كل واحدة فيه؟ هاي الأولى نسميها بما أنه وحدة بوحدة ثنتين نسميها باي جيميني ويس؟ باي جيميني طيب إذا كان هاي الكيوراس فيه عيني ثنتين بعدين الثلاثة يكتبك ثنتين والثلاثة يكتبك إذن ماذا المجموع؟ ثلاثة إذن شو نسميها هاي؟ تراي جيميني طيب وإذا كانوا مجموعهم أربع علين، ثلاثة نورمل ووحدة أب نورمل كوادراي جيميني صح؟ كوادراي جيميني وإذا كان مجموعهم خمسة؟ ستة سكساي جيميني عشرة أوكتاي جيميني المهم يعني أنها فعاليا نجم نزودها كثير هو فعاليا باي جيميني، طراي جيميني، كوادراي جيميني، هذول اللي نفيدونا هذول اللي احنا فعاليا منشوفهم قادمين بالحياة تمام؟ أو أحيانا ممكن لا يعطيك هاي ولا هاي ولا هاي ممكن يعطيك خلص أوكيجينا اللي حالة تطلع مرة تطلع مرة تغيب عشرة يعني الريولار بتلاقيها تمام؟ ممكن فهذول يا إخوان الاكتوبك بيت بنايم بالعادي ما بيعملوا أعراض إذا عملوا أعراض عند المريض إذا مريضك ستيبل إذا مريضك ستيبل بدون أعراض بتقول له بعد عند الشاي والقهوة ومع السلمة أي شيء فيه وكافيين ممكن نزيده ماشي؟ وما في ذاعة عالجه لكن إذا كان فيه أعراض إيش من عالجه؟ بيتا بلوكر تمام؟ علاجه بيتا بلوكر إذا كان سيمتوماتيك إذا أي سيمتوماتيك من تركه بالعادي ما بيجيك هذا مريض مثلا أنستابل لك تعطي ديزجوك لا أوكي؟ طيب لاحظ ل من اسمه وفبريلاتيك إذا في عندي فبريلاتيك كونتراكشن تحت بالفنتريكل الفنتريكل هذا يا إخوان قاعد بنتقبض 300 أكثر من 300 مرة بالدقيقة فنتريكل كونتراكشن كونتراكشن إذا إيش اللي راح يطلع على الإيسي جي؟ فيورس 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 لا فيورس هم تطلع ديك؟ فيورس واضح يا إخوان تطلع في حالات في حالات فيورس لكن هذا لاحظ لياك شو هذا؟ بي 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 هاي خربيش بس تمام؟ لما تشوف الخربيش هاي إخوان شو العلاج؟ الشوك قطعاً هذا ممكن يجيك استيبل؟ لا يعني هل بس أل حالي المريض استيبل أو لا استيبل؟ مش داعي ليش؟ إنه دائما استيبل هذا المريض تمام؟ هذا ما فيه كليل بي ويف ما فيه تي ويف ما فيه تي ويف ما فيه أي كليل باترن واضحة عندنا تمام؟ تريتمن دائما بسي شوك بي بي أف نيفر بي ستابل ولا عمره بكون ستابل؟ أش هي؟ شو الفشي معنا؟ فيه كيس هو ستابل ستابل عارف شو يعني؟ يعني بلش اشتغل سي بي أب لكن مخصود فيها خمس وستين year old male patient known case of uncontrolled DM and hypertension admitted to TCCU with myocardial infarction إذا هذن هذا دي أم هايبتنتمي إجا عنده أم آي بعد ساعتين ثو أورز ليتر بعد أحمل هذن يتواجد صدن نوس وحيبتنتمي إذا المريض إيش إذا المريض إيش إنتبه إيش جي شوهز هايب إذا شو التريتمان؟ دي سي كاردو بيرجن مباشرة تمام؟ أسينكرونيز طبعا أسينكرونيز إذا حطيت السينكرونيز وحطيته بلش تيك بس ما فيه بي ويف فعشانين شو اللي رح يصير مع المريض ما رح يطلع دي سي شوك أصبر اكتبوا لنا اسماركو بالعافية وديك